معلش كان في حاجة تكنيكال كده في الاول بس اخرتنا الاربع دقيق دول. الصوت كده واضح طيب? حد يأكد علي الصوت واضح. الصوت طالع ولا ما فيش صوت ولا اي حد يقولي. طيب تمام زي سلام عليكم. آآ النهاردة ان شاء الله يعني قالواي النهاردة ان انا اخر محاضرة في اليوم. طبعا الناس اللي امتابعة من الاول يوم زمان هتعبت آآ آآ اشتركوا فيه شوية حاجات نظرية بس تتخص الاناسيزيا كنت حابب ان انا اتكلم عنها. آآ يمكن عشان فيه ناس كتير اتوقع الناس كتير مش عارفاها او مش فاهماها. انا كنت واحد منهم. آآ لما اتشرحيت لي الانيرفيشن شغال ازاي? والايمبلس بتحرك ازاي? والحاجات للشبه كده. آآ حابب ان اتكلم عليها الاول نحاول نبسطها عشان الدنيا تبقى واضحة وسهلة قدامنا. آآ انا برضو مش حابب ان المحاضرة تبقى في اتجاه واحد. فآآ انا ان شاء الله للكومنتات زهرة قدامي وانتبعها. آآ لو في اي وقت حد حاب يسأل سؤال يسأله هنتناقش فيه ونتكلم فيه. وانا برضو في وسط المحاضرة كده يعني ممكن اسأل سؤال آآ نسمع قراء بعض ونشوف رأينا ايه ونشوف درجة آآ فهمنا للموضوع وعامل ازاي. آآ اللوكا انسيزيا من موضوعات الجميلة جدا آآ موضوعات السهلة لو اتفهمت صح. لو قدرنا نفهم اللوكا انسيزيا دي بتشتغل ازاي ووضعها ايه? الدنيا تبقى سهلة جدا بالنسبة لنا. آآ طبعا ده بغض نظرة عن جزء التكنيك لان انا لو فهمت اللوكا انسيزيا آآ نفسها بتشتغل ازاي? هيبقى فكرة التكنيك بالنسبة لي سهلة ان انا صارتها من ليه الانسيزيا ما اشتغلتش في الجزء ده? او ايه اللي حصل في الحيطة دي? انا اديت الانسيزيا كويس جدا ورغم كده البشنت لسه حاسس بقى. في ناس بتقولوا الصوت مش كويس. الصوت ايه الاخبار? الصوت ايه الاخبار? لا يا دكتور اسطدا مضبوط هما المشكلة من عندهم هما. الصوت كويس. هنبدأ المحاضرة بتاعتنا. طبعا الصورة دي تحمل هنتكلم عنها بعد كده بس لو اتكلمنا عن بتاعة دينتست لو اتكلمنا على طريقة الانجيكشن نفسها مش عارفها داخلها في نص البلد فبرضه برضه الريتراكشن اللي معمول بالليفت هاند روند الوضع اليد الليفت فوق رأس البيشنت بالشكل ده يعني الصورة دي اعتقد انها معمولة للدعاية اكتر منها صورة سينتيفك يعني خبت اجيبها بس عشان نشوف ان حاجات بسيطة زي دي لازم تلفت انتباهنا لازم امركزين ازاي وحنا مندي التكنيك في حاجات بسيطة هتفرق معنا في النتيجة او الريزل في التاعة الانسيزيا بعد كده طيب ايه هي الوكال اناسيزيا الوكال اناسيزيا او التكنيك الوكال اناسيزيا باختصار هو ان انا اقدر اخضر جزء من الجسم والشخص فايل ببساطة الوكال اناسيزيا انا بشيل احساس جزء من الجسم والشخص صاحي وفايل لو الشخص ده بقى انكونشوس يبقى كده فيه مشكلة طيب امتى بندي الوكال اناسيزيا وما تدي جنرال اناسيزيا حالات كتير لو انا شغال مينور سيرجري مش مستهلة ان انا ادي جنرال اناسيزيا لو الشغل بتاعي مش هياخد وقته طويل لو البيشنت مفيش مشكلة على البيشت او البيشت نفسه مش هيطعب من الشغل بتاعي لو البيشنت صحيا يقدر يتحمل الشغل وهو صاحي في بعض الحالات مع ان الحالات عادي التعامل تحت لكال اناسيزيا بس البيشنت لا يقوى على ان هو يشوف او يحس بالشغل في بقه هو صاحي فميدي له جنرال فاللوكال اناسيزيا في المينور سيرجري او لو انا عايز او هشتغل شغل سريع مش محتاج وقته طويل هاعد اعمل فيه او شغل لو الابريشن ده اوبريشن ده مصل فبيريلاكسد لو العملية مش محتاج ان الابريشن تيبقى في الابريشن المصل بتاعته ريلاكسد مش فارق معايا ده مش فارق ان انا محتاج ده فهشتغل باللوكال اناسيزيا لازم ناخد كده عن عن طبعا هو كلام نظري اوي فانا مش عايزة ادخل فيه بالشكل ده مش عايزة اتكلم فيه بشكل نظري انا مش عارف فيه الناس كلها بدون صور بيقض حاضر هسبت المايك حاضر مش حايبة اتكلم فيه اوي بشكل نظري هاخد نظري لكن هتكلم اكتر في الناحية العملية لو جاي نتكلم عن المجزلري نيرفيشن فهنتكلم على ان المجزلري نيرف اللي هو بيغزي معظم المجزلة المجزلري نيرف ده برانش من التراجيمنال نيرف وتحديدا الساكند برانش التراجيمنال نيرف بيخرج منه تلات برانشات الوفثالميك والمجزلري والمانديبلر المجزلري نيرف فيه برانشات كتير جدا بتطلع منه لكن احنا يهمنا منهم 3 برانشات بس او اكتر حاجة تهمنا هما 3 برانشات البوستيريور سوبيريور ألفلر الميدل سوبيريور ألفلر والأنتيريور سوبيريور ألفلر بتاعتها دول اكتر 3 برانشات في الماكزيلاري نيرف بيهمونا بالاضافة للترمينال برانشات اللي بتخرج في اخر الماكزيلاري نيرف في الاريا دي من الانفراوربيتال فورامين اللي هما اسمهم سوبيريور ليبيال سوري سوبيريور ليبيال لاترال نيزل وإنفيريور بالبيبرال تلاتة برانشيز دول مهمين جداً لأننا نتكلم عنهم دلوقتي في بعض الكمبيليكيشنز اللي تهمنا جداً نبص كده دي صورة المكزيلاري نيرف المكزيلاري نيرف زي ما قلنا هو برانشاته كتير جداً لكن احنا يهمنا تلات برانشات البستيريور سوبيريور ألفلر والميدل سوبيريور ألفلر والأنتيريور سوبيريور ألفلر وبعد كده فيه تلاتة تيرمنال برانشيز بيخرجوا قدام من عند الانفرا أوربتال فورامن مش عارف السهم كده هيبين من عند الانفرا أوربتال فورامن تلات برانشات واحد اسمه انفيريور بالبيبرال طالع للور آيلد واحد اسمه لاترال نيزل رايح للاترال وولف زانوز واحد اسمه سوبيريور ليبيل رايح للأبر ليبيل يهمونا في ايه يهمونا مثلاً عشان لما اجهي سألك سؤال واقولك لو حبيت اعمل حالة سيست كبير مثلاً واخد من عند الابر لاترال لغاية الابر فاير هدي اناسيزيا بتكنيك اسمه ايه الطبيعي في المجزيلة ريتيث انها لو هخلع ابر سنترال او ابر لاترال او ابر كناين بدي تكنيك انفلتريشن باشتغل بانفلتريشن تكنيك وتحديداً سوبرا بريقوسيال تكنيك طيب في حالة زي دي لو انا اديت انفلتريشن تكنيك عشان اشتغل عملية من الابر لاترال لغاية الابر فاير انا هضطر ردي انسيزيا عند الابر لاترال وانسيزيا عند الابر كناين الابر فور والابر فاير يعني هدي للبيشن تكنيك اربع حقن بكل واربع بلتل طبعاً ده كتير جداً طب ممكن استغنى عن ده او اقلله عن طريق ايه؟ عن طريق ان انا ادي مثلاً حقنة واحدة برال ما بين الكنين والفور ادخل برال ليهم لغاية ما اعمل تاتشبون لما اعمل تاتشبون يبقى انا خبطت في الانفرا أوربتال فورامن لو حقنت في الاريا دي بقى انا عديت انفرا أوربتال نيرف بلوك يبقى انا خضرت الميدل سوبير ألفلر والانتيريور سوبير ألفلر في نفس الوقت بشكة واحدة بعد كده ادخل بلتال ادي اناسيزيا للنيزو بالاطين نيرف كده ابقى خضرت البلتال ميوكوزا من السنترل لغاية الكنين وشكة كمان عند الابرفور والابرفا ايوب كده بدل ما ادي له 8 شكات 8 حقن اديته 3 بس واحدة باكل خضرت الانتيريور سوبير ألفلر والميدل سوبير ألفلر والاثنين بلتال خضرت بيهو من نيزو بالاطين وجوزء من الجريتر بالاطين فكوني عارف الانرفيشن ورايح فين وغاية منين ده بيسهل لي ان انا اقدر افكر في طريقة تسهل علي الشغل وعالبيشن طبعا دي مش الفائدة الوحيدة لكن انا بتكلم في حتة اللوكا الانسيزيا او الجزء اللي يخص الانسيزيا بتاع طيب لو جينا نتكلم مثلا وحالات كتير بتقابلنا ان ساعات بنيدي انسيزيا للبيشن عشان اخلع ابر سنترل انفلتريشن عادي جدا بديله بقى الانفلتريشن عشان اخلع ابر سنترل مجرد ما بدي الانسيزيا يلاقي البيشن يقول لي يا دكتور انا عيني ابدأت مقفلة ومناخيلي سايبة انت اديتني الانسيزيا فين او اديتني البنج فين طبعا البيشن بيبدأ يخاف يبدأ يقلق يحس ان في حاجة غلط والدكتور نفسه لو هو مش مدرك فين المشكلة او ايه اللي حصل برضو بيحس ان في حاجة غلط بيبدأ ساعتها يقلق وقلقه بيوصل للبيشن فالبيشن تقلقه يزيد هي بكل بساطة احنا لسه ايليين ان احنا عندنا تلاتة ترميل برانشز في المنطقة دي واحد رايح لللور اي ليد واحد رايح للاترال والوف زانوز واحد رايح للأبر لب التلاتة ترميل برانشز دول فاحيان كثير لما نيجي ندي انفلتريشن للأبر سنترل او لاترال الانسيزيا بتوصل لهم بيحصل لها ديفيوجن فبتوصل للتلاتة ترميل برانشز دول فبيتخضروا فالرايح الانفيربل بيبرال النيرف اللي رايح للور اي ليد لما يتخضر يبدأ البشن ما يحسش باللور اي ليد ويبدأ ما يحسش باللاترال والوف زانوز فيبدأ يحس ان عينه قفلت ومنخيره سايبها فعليا ما بتبقاش كده يعني دول سنسري نيرف فيبدأ يحس بكده فيبدأ ايه لأ لو انت عارف وفاهم فين المشكلة او ايه اللي حصل يا مش مشكلة هي حاجة طبيعية ونورمال وبتحصل بشكل عادي فساعتها انت هتطمن البيش انت هتقول له اه ده عادي جدا ده ده من الانسيزيا ومجرد ما الانسيزيا تروح الموضوع المشكلة كلها هتختلف طيب بالنسبة للمانديبلر تيث المانديبلر تيث يمكن الانرفيشن فيها معقد شوية عن الماكزيلاري لان الماكزيلاري احنا قلنا هم برانشات كتير يهمن انهم تلاتة او اربعة برانشز واضحين واماكينهم واضحة وسهلة والدنيا بسيطة المانديبلر وضع مختلف انا بشوف الكومنتات بس معلش مش فالمانديبلر انرفيشن معقد شوية متداخل شوية يهمني فيه اكتر من نيرف عند الانفير ألفلر نيرف عند اللينجوال نيرف عند اللونجوال نيرف عند المنتال نيرف عند الانصايسب نيرف وعندي كمان نيرف مهم جدا كتير مننا بيهملوه اسمه نيرف تميلو هايويت طيب هي المشكلة دي او الانرفيشن الكتير ده ممكن يأثر لي على ايه او يعمل لي مشكلة في ايه وانا شغال سواء انا بدي الانسيزية او انا بشتغل لو بدأنا يتكلم عن المشاكل اللي ممكن تحصل بعد الانسيزية وعلاقتها بالانرفيشن هنقول مثلا ان حالات كتير بعد ما بدي الانسيزية وبنخلص شغل البشنت بيجي يقول انا لسه حاسب تنميل بعدها بفترة الانسيزية طبيعي انها بتقعد حوالي من ساعة لساعتين شغالة وبعد كده مفعولها بيبدأ يختفي طيب بعد ساعتين ليه البشنت ممكن يفضل حاسس بنامنس برغم ان انا الدنيا عندي كويسة وما عملتش مشكلة اشتغلت بديت انسيزية خلعت مثلا لوار ايت اللوار ايت ده كان بعيد عن الانفيرو البلور نير وبعد ما خلصت بساعتين تلاتة البشنت بيكلمني يقول لي يا دكتور يعني شفتي مش حاسس بيها خالص لسه في مشكلة لسه في نامنس مع ان انت اشتغلت كويس ما كانتش في مشاكل وما كنتش قريب من الانفيرو البلور نير بعد درجة انك تقطعه طيب ايه المشكلة طيب ايه المشكلة المشكلة ان فيه احيان كتير هو طبيعي جدا بعد الجراحة بعد الشغل بنبدأ الجسم البشر يبدأ يتفاعل مع التدخل الجراحي اللي انت عملته فيبدأ يحصل اديمة في المكان اللي انت عملت فيه الجراحة الاديمة دي عبارة عن فليوتز بتتجمع ما بين الخلايا وبعضها فتبدأ الاديمة دي تنزل لغاية ما توصل للمانديبلر كنال وتبدأ تضغط على في الحالة دي بيبدأ البيشانت يحس نتيجة ضغط الاديمة على النيرف برغم ان انت مقربتش اصلا من النيرف في الشغل بتاعي فلما الاديمة تضغط على الانفيريو ألفلر نيرف هيبدأ الانفيريو ألفلر نيرف كله يتخدر او يبدأ البيشانت مش حاسس بحاجة نتيجة الضغط او الانجري اللي حصلت للنيرف فالانفيريو ألفلر نيرف نفسه متخدر بس الانفيريو ألفلر نيرف ماشي جوه الماند والجوه الكنال وبالتالي هو البيشانت مش حاسس بمشكلة في الجزء البستيريور اللي فيه نامنس او متخدر يبقى الانفيرو ألفلر نفسه مفيش فيه مشكلة لا هو فيه مشكلة لكن المشكلة مش مسمعه عند الانفيرو ألفلر جوه الماندبل فمش حاسس الانفيرو ألفلر بمشكلة حالات كتير لما بديجي نشتغلها بنيدي الانسيزيا بتاعتنا وبعد كده نلاقي البيشنت حصل له نامنس بدأ نحس بتنميل مش حاسب اي حاجة وانت عملت التس بتاع الانسيزيا بتاعك فبرضو البيشنت تمام زي الفل تيجي تشتغل تلاقي البيشنت قاعد بيسرخ من البين حاسبه وجع شديد جدا ده نتيجة ايه او ممكن يكون الا حصل ده نتيجة بيبقى فيه نيرف زيادة او نيرفيشن واصل لغاية البلب بتاع اللور مولرز وانت ما خدرتوش النيرفي ده في الغالب بيبقى النيرف تميلو هايود اللي احنا اتكلمنا عليه في الاول وقلنا ان هو برانش من المانديبلر النيرفي ناس كتير بتهميله جدا بس النيرفي ده هو اصلا موتور برانش بيبقى رايح ليه الميلو هايود مصر احيان كتير بيطلع منه تروح للبلب بتاع اللور مولرز وبالتالي يبقى البيشنت انت خدرت الانفيرو ألفلر وخدرت اللينجوال ورغم كده البيشنت حاسس لان النيرفي تميلو هايود انت ما خدرتوش وازاي نتغلب على ده هنتكلم عليه لما نيجي في التكنيكس ان شاء الله نتكلم عنها كل الحياة اللي قلناها دي ازاي نتعامل معها هنتكلم عنها كمان شوية ان شاء الله حد عايز نعيد جزء الاديمة جزء الاديمة ببساطة احنا ادينا الانسيزية بتاعتنا واشتغلنا كان مثلا لوار ايد بنخلعه وخلصنا العملية بتاعتنا وبعد كده البيشنت روح البيشنت بعد ما روح كلمني بعدها بساعتين ثلاثة انا لسه الليب هنا منملة الجزء بتاع الليب والتشين والليبيا الميكوزة متخدرين مع ان وقت الانسيزية الطبيعي راح الانسيزية بتوعد ساعتين خلاص عدوا الساعتين والبيشنت لسه حاس بنومنس لغاية اخر اليوم وممكن اكتر من كده كمان طبعا اللي بيكون حاصل اللي بيكون حاصل ان اي تدخل جراحي بينتج عنه اديمة او معظم التدخلات الجراحية بينتج عنها اديمة الاديمة داري اكشن طبيعي للجسم نتيجة تدخل الجراحي الاديمة دي هتحصل في مكان السيرجري مكان السيرجري ده اللي هو عند اللور 8 الاديمة دي فلويدز فبيحصل لها ديفيوجن ما بين الخلايا وبعضها فتبدأ تنتشر جوه البون لغاية ما توصل للمنديبلر كنال فتضغط على الانفيري الألفلار نيرد الضغط على الانفيري الألفلار نيرد هيعمل فيه نومنس اي لمس للنيرد هيعمل فيه نومنس فالديمة عاملة بريشور البرشور ده هيعمل نومنس للانفيري الألفلار نيرد طب الانفيري الألفلار نيرد لما يحصل له نومنس البشنت هيحس بالنومنس ده فين مش هيحس دي في البستيريو اريا لإن الخد أو الشيك أو البكة الميكوزة ما بياخدوش innervation من الانفير ألفلر نيرف الانفير ألفلر نيرف بيدي للبالب بتاع الألفلر بول فالبيش أنت مش يحس بنميس هنا لكن هيبدأ يحس بنميس من أول الفور من بعد المنتال فورامن لإن المنتال فورامن بيخرج منه الانفير ألفلر على هيئة منتال نيرف المنتال نيرف بيغزي الصوفتشو الأنتيري والمنطقة الأنتيري دي كلها فيبدأ البيشن تحسب نامنس في الاريا دي النامنس ده بياخد فترة الاديمة اللي هي يومين او ثلاثة رغية ما الاديمة تخف تروح تحصلها تختفي ويبدأ الاحساس يرجع تاني في المنطقة دي بالتدريق ازاي نخضر نيرف طوميلوهايوت دي هنتكلم عنها الوقت ايه واحنا بنتداخلين في التكنيكس ان شاء الله واحدة واحدة عشان اللي جاي تقيل شوية يعني كل ده كلام بس بنفتح بيه المواضيع لسه هندخل بالتفصيل في الكامدة بس قبل ما ندخل بالتفصيل في التكنيكس زي ما قلنا لازم نتكلم شوية عن اليمبلس وعن الانيرفيشن نفسه طيب لما يجي نتكلم بقى على النيرف العصب حد يعرف اليمبلس بتتنقل ازاي اكروس النيرف يعني انا الوقت جيت شكيت نفسي بدبوس ازاي الاحساس ده هيوصل او ازاي المخ هيعمل ري اكشن او هيحس ان فيه بين في المنطقة دي ازاي الاحساس ده وصل او ازاي الامبلس بتوصل كتير مننا بيسمع كتير مننا بيسمع على حاجة اسمها الاكشن بوتينشي او الفايرنج بتاع النيرف لكن حد يعرف ازاي بالزبط بيحصل او ايه الموضوع اللي بيخلي ده يحصل يعني اتمنى لو لو حد عنده رأيي يكتبه في الكومنتات عشان زي ما قلت مش حابب ان المخاضرة تبقى في اتجاه واحد بس اللي هو انا قاعد بقول معلومات ومش عارف الري اكشن بتاعكو او التفاعل بتاعكو عامل ازاي فمحتاج ان حد ما احنا قاعد الاكشن بوتينشي الاكشن بوتينشي بقى بيحصل ازاي طيب قبل ما نتكلم عن الاكشن بوتينشي لازم نتكلم عن حالة الرست فاثناء الرست انا عندي تلاتة تلاتة انواع من الايونز هي المتحكمة في الاحساس بتاع النيرف تلاتة انواع دول هم السوديوم والبوتاسيوم والكلورايد ن ايه بلاس ده موجب بوزدف ويه الكي او البوتاسيوم ده بوزدف ويه تلاتة حاجة عندي هي السي ال ده نيجاتيب برا النيرف على الاوتر سيرفس او من خارج السيل بتاعت النيرف بيبقى الشحنة موجبة نتيجة وجود السوديوم بنسبة اعلى من السي ال السوديوم موجود برا اكتر من السي ال وبالتالي الشحنة برا بتبقى موجبة جوه النيرف الشحنة بتبقى سالبة لان السي ال موجود اكتر من البوتاسيوم السوديوم موجود برا اكتر بوتاسيوم موجود جوه لكن اقل من السي ال فالشحنة بتبقى برا موجبة والشحنة جوه سالبة النت ريزلت بتاعت الشحنة دي بتبقى سالب سبعين فولت نشوف بس الجزئية دي نشوف الفيديو ده معلش الطبيعي زي ما قلنا ثانية واحدة عشان دي مشغل ثانية واحدة هاي اشتغل كده ثانية واحدة عشغل الفيديو ثانية واحدة عشغل الفيديو ثانية واحدة عشغل الفيديو وارجع ثانية ثانية واحدة عشغل الفيديو ثانية واحدة عشغل الفيديو اشتغل الفيديو اشتركوا في القناة 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 عن طريقها اشتركوا في القناة 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 هنا زي ما قلنا التلاتة تشانيلز يقيمة open يقيمة close يقيمة inactivated هنا الموف دي تشانيل دي البوتاسيوم ودي السوديوم السوديوم هتبدأ تفتح لما يحصل ايمبلز تبدأ الايونز بتاعت السوديوم اللي هي الموف دي تدخل جوه فتحول الشحنة موجبة جوه وسالبة برا او زي ما شفين خط الرسم البياني اللي في الجام الشحنة كانت سالبة 70 بدأت تعلق لغاية ما وصلت 0 وبعدها بدأت تقلب بالموجبة لغاية مرحلة معينة خلاص وصلنا لمسا بلاس 35 او 30 تبدأ العملية توقف يبدأ السوديوم ما يعرفش يدخل جوه هتتحول الشانيل دي لان اكتفي تقفل وما تعديش السوديوم هتوقف دلوقتي خلاص وقفت السودي ما عادش هيعرف يدخل جوه النيرف عايز يرجع تاني لوضعه الرست الوضع الطبيعي يبدأ يحصل ايه تبدأ اللي تشانيل بتاعت البوتاسيوم هي اللي تفتح فتطلع لي بوتاسيوم برا البوتاسيوم اللي هيطلع برا هيرجع يعادل للشحنة تاني تصبح برا موجبة وجوه سالبة بيحصل حاجة كمان يعني مش قضيتنا قوي ان البوتاسيوم بيطلع بزيادة شوية فيبدأ يعدي السالب سبعين عشان يرجع تاني سالب سبعين يبدأ يرجع تاني يطلع للسالب تاني تبدأ السوديوم يخرج وبيدخل مكان ودي دي نقطة مش مشكلتنا دلوقتي لكن هتكلم ان جنرال ان اللي بيحصل ان السوديوم بيبدأ يدخل جوه مع اي امبلس او استيميوليشن والسالب الشحنة السالبة تزيد برا والشحنة الموجبة تزيد جوه وبعد كده عشان نرجع لمرحلة الرست تاني يبدأ البوتاسيوم يخرج ويحاول يعادل الشحنة السالبة اللي برا يرجعها موجبة تاني زي الاول عشان ترجع نفس الناس ريزلت بتاعتنا سالب سبعين في مشكلة لغاية كده ان شاء الله ما فيش مشكلة الصورة مش ماشية مع الصوت والفيديو بيقطع طيب نرجع تاني الفيديو رجع تاني الفيديو وعشان الفيديو تقيل بس شوية فماشي ببطل فيديو تمام التشانيل زي زي ما قلنا يا اما في حالة open يا اما closed يا اما in activated في الطبيعي الشحنة برا موجبة نتيجة وجود السوديوم وجوه نتيجة السي ال اقدر من البوتاسيوم يبدأ السوديوم يدخل جوه مع اي ايمبلس او استيميوليشن فيزود لي الشحنة الموجبة جوه يقلل لي يزود لي الشحنة السالبة برا السالة بيبقى اكتر برا والموجبة بيبقى اكتر جوه فيتعكس يحصل دي بولاريزيشن او يحصل عكس لي الشحنات اللي كانت على النيرفو الطبيعي بعد شوية النيرفو عايز يرجع لي الريست بوزيشن بتاعه او الريست ستيت بتاعته يبدأ البوتاسيوم يخرج برا عشان يعتل الشحنة اللي كانت شحولت ليه سالبة يرجع يحولها موجبة تاني وجوه ترجع سالبة تاني عشان نرجع ليه الوضع النورمال الطبيعي بتاع النيرفو اللوكة النسيزة بقى بتشتغل ازاي احنا قلنا عشان السوديوم عشان النيرفو يحس السوديوم بيدخل ويرج يخلي الشحنة برا سالب وجوه موجبة طب انا عشان اشغل لوكة الانسيزية او عشان احط مادة تقدر توقف لي الحركة دي ايه المطلوب منها المطلوب منها ببساطة انها تمنع السوديوم منه يدخل جوه اللوكة الانسيزية بتشتغل عن طريق حاجتين اول حاجة انها بتعمل اكسبانشن للنيرف ميمبرين او السيل ميمبرين وبالتالي بتديق اللي تشانيل دي بتخليها صغيرة حتى لما تفتح حصل لها اكسبانشن الفدائت فالسوديوم مايقدرش يدخل جوه دي اول حاجة تاني حاجة اللوكة الانسيزية بتتحد مع الرسيبتور اللي المفروض انها تمسك السوديوم تدخله جوه فالرسيبتور مايعرفش يشيل غير حاجة واحدة فاصبح شاي لللوكة الانسيزية فمايقدرش يشيل السوديوم ويدخله جوه السيل وبالتالي البيشنت او النييرف مايقدرش يحس او مش هيوصل الاحساس لان السوديوم مايعرفش يدخل جوه السيل عشان يعكس البولاريت هنا الصورة هنا في حالة الرسيبتور السوديوم بره موجب ويه الشحنة جوه سالب بعد كده في الفايربينج او في الاستيميوليشن يبدأ ان النييرف يدخل يخلي الشحنة جوه موجبه وبره سالبه اللوكة الانسيزية منعت السوديوم ان هو يدخل جوه اصباح يتبقت في حالة اللوكة الانسيزية زي الرسيبتور مهما حصل استيميوليشن السوديوم مش هيقدر يدخل جوه الخليل نبص برضو فيديو معلش تاني يوضح لنا الموضوع اكتر ده النيرف نيرف سيل في مشكلة في النتة او في الفيديو هل اتمرأ بس ده النيرف سيل الجزء اللي فوق ده هو خارج الغية والجزء اللي جوه ده هو انصيد الخليل اللي جوه زي ما قلنا هيبقى سالب واللي برا موجب اللي جوه فيه البوتاسيوم واللي برا فيه السوديوم حصل استيميوليشن عكسة السوديوم دخل جوه بقى بلاس وبره بقى لجاتيو لكالانسيزيا بقى عشان تقدر تعمل الاكشن بتاعها زي ما احنا تكلمنا ازاي هتعمل الاكشن ده ازاي هتقدر تعمل اكسبانشن للميمبرين وازاي هتقدر تتحد بريسبتور مطلوب منها حاجتين مطلوب منها انها تكون فات سولابل لان الميمبرين بتاع النيرف عبارة عن لبت عشان اللوكالانسيزيا تقدر تدخل جوه لازم تقدر تعدي من الجزء الفات ده بلازم تبقى فات سولابل سولابل تقدر تدوب جوه اللبت وتعدي عن طريق الميمبرين ده الجوه الخليه دي اول حاجة الحاجة التانية انها لازم تكون الانسيزيا معظمها او معظم المكونات بتاعتها انتشارجد مش لا تحمل شحنة هي نيوترل عشان تقدر تدخل جوه وبعد ما تدخل جوه تتحد بريسبتور لان هي لو كانت تتشارجد او ايونيزد من قبل ما تدخل هتفضل برا الخلية مش هتقدر تعدي الجوه عشان تتحد بريسبتور اللي السوديوم بيتحد معها فمطلوب منها انها تبقى فات سولابل وانها تبقى انتشارجد تدخل جوه الخلية يحصل لها ايونيزيشن جوه تبقى ايونيزد او تشارجد فتتحد مع الرسيبتور اللي المفروض تشيل السوديوم وتمنعها من انها تشيل اي حاجة تانية خلاص قفلتها ملت الرسيبتور الرسيبتور ما بتقدرش تشيل رتاجة واحدة بس شلت اللوكة الانسيزية مش هتقدر تشيل السوديوم تاني معها حاضر الفيديوهات انا هبعتها للناس الهوصل على الجروب وينزلوها على الجروب بعد ما خلص حاضر ونعرف انها بتقطع مش عارف ايه المشكلة بالظبط بس الفيديوهات بتقطع جابتها فانها بعتعلو وينزلوها حاضر هنا هو بعد ما الانسيزيا دخلت جوه بيبدأ يحصل لها ايونيزيشن تبدأ تمسك في الرسيبتور بتاعت السوديوم وتمنعها انها تشيل السوديوم اي اللوكا الانسيزيا الطبيعية بتاعتنا بتحمل بتبقى تشارجد وانتشارجد كلما اللوكا الانسيزيا المولوكيولز الانتشارجد فيها كانت اكتر ده معناها ان الكمية اللي هتدخل جوه السل او النيرف هتبقى ازيد هيبقى مفعول الانسيزيا اكتر وده اللي بيفرق يمكن اناسيزيا عن اناسيزيا او مادة فعالة عن مادة فعالة درجة دوابانها او درجة قدرتها على انها تعدي الممبرين وعدد المولوكيولز اللي فيها الانتشارجد او الان ايونيز طيب وراء وقلم بقى معايا كده عشان نبدأ نتكلم عن فكرة الدوز الانسيزيا من اكتر المشاكل اللي بتنتج عنها هي الوفردوز ان انا قدي الواحد افضل اديله الانسيزيا زي ما حد كان بيسأل من شوية لو واحد بيشرب مخدرات او بياخد درجز والانسيزيا مش شغالة معايا اديله حقنا في التانية في التالتة في الرابعة في الخمسة وانا شغال وعمل ادي 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 وفي الاخر البيشنت يحصل له مشاكل نتيجة الوفردوز ازاي نحسب الدوز وهنتكلم عن النقطة كمان تخص الاسيدي بتاعت الانسيزيا هنتكلم عنها و نحسب الدوز بس عايزين الاول وراء وقلم عشان نقعد مع بعض نعرف ازاي نحسب الدوز بتاعت الانسيزيا اكتر واهم حاجة بتحددلي الدوز بتاعت الانسيزيا بتاعتедин هو وزن البيشنت وتركيز الانسيزيا بودر مادة فعالة بيتم تخفيفها او تحليلها في سائل صلاين او ما مقطرة ده 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 بينتج عنها الكربول بتاعنا انما هي الانسيزيا في القص هي بودر مادة فعالة بودر فلما اجي اقول لك مثلا ان انا عندي لما اجي اقول لك مثلا الجدول ده لما اجي اقول ان انا عندي ليدوكاين 2% ياريت الناس بقى معا حاجة تكتب فيها عشان المحاضرة ساعة ممكن تزيد شوية معلش ليدوكاين 2% عايز احسب لو انا عندي بيشانت وزنه مثلا 70 او 80 كيلو جرام ازاي احسب الدوز بتاعته لو هتديله ليدوكاين 2% ليدوكاين 2% معناها ايه؟ معناها ان كل 100 ملي لتر من السائل اللي انا بخفف فيه الانسيزيا حطيت فيه 2 جرام من المادة الفعالة بتاعت اللوكا الانسيزيا حتى فالمادة الفعالة هي عبارة عن بودر البودر ده بيتوزن بالجرام والسائل اللي هتخفف فيه البيودر ده بيتحسب بالملي لتر فكل 100 ملي لتر من السائل حطيت فيهم 2 جرام من البودر 2 جرام دول اللي احبيت احسنهم بالملي جرام يبقوا كام؟ يبقوا 2000 ملي جرام يبقى كلمة 2 في المية يعني 2000 ملي جرام من البودر محطوطين في 100 ملي لتر من السائل حلوة كده؟ عرفنا المعلومة دي؟ خليها على جنب دلوقتي اللي دوكاين كمعلومة علمية الماكسيمام دوز بتاعتها 4.4 من 10 ملي جرام لكل كيلو جرام يعني لو بني آدم قدامك وزنه كيلو تديره 4.4 من 10 ملي جرام من البودر من المادة الفعالة بتاعت الأنسيزية فقط لغير الانسيزية وزنه 70 أو 80 كيلو يقول 70 مثلا يبقى أنا الماكسيمام دوز بتاعته قد ايه؟ هضرب لـ 4.4 من 10 في 70 الماكسيمام دوز بتاعته 70 كيلو هي الماكسيمام دوز بتاعت الكيلو في 70 يعني 4.4 من 10 في 70 تطلع تقريبا 308 يبقى لو بني آدم وزنه 70 كيلو الماكسيمام دوز بتاعته هي 308 ملي جرام من البودر بتاعت المادة الفعالة طب أنا معرفتش دول كم كربوله برضو الكربول ده أهمي أنا معرفش فيه قد ايه أصلا مادة فعالة ومعرفش أحسب أنا المادة بالمنظر طيب إحنا قلنا إن 71 كيلو ما ياخدش أكتر من 308 ملي جرام بودر طيب حلوة أو 308 ملي جرام عشان أعرف هم يساوي كم كربوله لازم أعرف هم هيتحللوا أو هيتخففوا فأديه ليكود إحنا قلنا إن الـ 2000 ملي جرام بيتحلوا أو بيتخففوا في 100 ملي لتر ده معنى كلمة 2% اللي قلناها من شوية 2% ليدو كيين يعني 2000 ملي جرام لكل 100 ملي لتر طيب 308 ملي جرام يتحطوا في كم ملي لتر نحسب نضرب طرفين في وسطين هنضرب 308 في 100 على 2000 هتطلع تقريبا أظن 15 و4 من 10 زي كده أظن يبقى عندي 308 ملي جرام يتحطوا في 15 ملي لتر سائل طب برضو دول كم كربولة 15 ملي لتر دول يطعوا كم كربولة الكربولة فيها قد إيه كم ملي لتر الكربولة الطبيعية بتاعتنا فيها 1 و 8 من 10 ملي الكربول ده فيه 1 و 8 من 10 ملي من السائل فال15 ملي من السائل اللي احنا حسبناهم والماكسمام دوز دول يساوي كم كربول نقسم الـ 15 و 4 من 10 على 1 و 8 من 10 تطلع حوالي 8 كربولات 9 في الرنجي ده 8 و شوية نقول تاني بس بسرعة نقول تاني عندنا عايزين نحسب الدوز لشخص بالغ وزنه 70 كيلو من مادة الليدوكاين الاناسيزيا الليدوكاين 2% 2% دي تعني ان الكربول او مش الكربول سوري الميت ملي لتر من السائل جواهم 2000 ملي جرام من البودر المادة الفعال 2 جرام في الميت ملي لتر يعني 2000 ملي جرام في الميت ملي لتر هلو كده البشانت 70 كيلو ياخد قد إيه من الاناسيزيا الليدوكاين المكسمام دوز بتاعتها هي 4.4 من 10 ملي جرام لكل كيلو طب البشان ده 70 كيلو يبقى المكسم دوز بتاعته كام يبقى 4.4 من 10 في 70 يبقى 4.4 من 10 في 70 تطلع حوالي 308 ملي جرام بس ده احنا نحسب البودر لسه ما حطناهش في السائل عايزين نعرف المفروض نحطه في قد إيه سائل نخففه في قد إيه السائل بتاعنا أو يتحطه في فلويد قد إيه يتحول لفلويد بدل ما هو بودر قد إيه هما 308 ملي جرام بودر شوية بودرة في إيه دي كده 300 ملي جرام يعني اقل من نص كيلو بشوية اقل من سورة اقل من نص جرام بشوية هنحطون في قد إيه فلويد احنا قلنا ان الـ 2000 ملي جرام بيتحطه في 100 ملي لتر يبقى 308 ملي جرام يتحطه في قد إيه في قد إيه ملي لتر هنضرب طرفين في وسطين 308 في 100 ألفين يطلع حوالي 15 و 4 من 10 ملي لتر يبقى 308 اللي هما الماكسيموم دوز بتاعة البيشن ده يتحطه في 15 ملي لتر انا عندي الوقت اصبح سائل الانستيزية القدامي سائل وزنها حوالي او حجمها حوالي 15 و 4 من 10 ملي لتر دول الماكسيموم دوز اللي ينفع ديهم للرجل ده 15 و 4 من 10 دول يسوي كام كارتريج او كام كربول هنقسم على 1 و 8 من 10 لان الكربول الواحد في 1 و 8 من 10 ملي لتر يطلع حوالي 8 او 9 كربول دي طريقة حزبة الماكسيموم دوز بتاعة البيشن طيب فيه حد حد مش عارف الكربول مش عارف الحضور لفل ايه بتكلم على ان الحاضر عارف البدايات دي الكربول و الكارتريج و الكارتريج و ايه الانستيزيا فالكارتريج ده و الكربول ده هو العبوة اللي بيتحط فيها اللوكال انستيزيا بتاعتي طيب هنالوقتي عارفنا ان الماكسيموم دوز بتاعة البيشن 70 كيلو حوالي 8 كربول و رغم كده لو انت بتطلع مثلا ابر 6 و الديتو حقنا ما اشتغلتش التانية ما اشتغلتش التالتة ما اشتغلتش الرابعة ما اشتغلتش الخامسة ما اشتغلتش بعد كده مش هيشتغل حتى لو وديتوا التمانية التلاتة اللي بقية هو مش هيحصل له مشكلة لكن مش هيشتغلوا ليه مش هيشتغلوا لان الانستيزيا لما تتحقن في نفس المنطقة ليها نسبة معينة وبعد كده بتحول الميديا او المنطقة اللي اتحقنت فيها لأسيديك ميديا والانستيزيا بعد كده ما بتشتغلش في الأسيديك ميديا من ضمن الحاجات اللي هنقولها بعد كده من أسباب الفيليور إنك لو حقنت في أسيديك ميديا الأنسيزيا مش هتشتغل ليه مش هتشتغل؟ لأن الأنسيزيا في الحالة دي هيحصلها Ionization قبل ما تدخل جوى النيرف الأسيديك ميديا بيخلي الأنسيزيا يحصلها Ionization وإحنا قلنا من شوية إن الأنسيزيا من شروط شغلها إنها تبقى Unaionized أو Uncharged لغاية ما تدخل جوى السل يحصلها Ionization جوى النيرف وليس بره النيرف فالأسيديك ميديا ليس هيقلل الأنسيزيا تشتغل ندخل بقى أنواع الأنسيزيا شوية المادة الفعالة الأنسيزيا بتختلف أنواعها ليها أنواع كتير كل نوع لي نيزة ولي عيوب أكتر نوعنا بنشتغل بيه لفطر قريبة هو الليدوكاين الليدوكاين يمكن أكتر حاجة شغالة لأن هي الإفكس بتاعتها كويسة في منها البلين اللي هو من غير Vasoconistrictor وفيه الليدوكاينستريكتور الوذاود Vasoconistrictor ما بنستخدمهش كتير في الليدوكاين لأن التأثير بتاعه بيبقى قليل البلينوكاينستريكتور بيساعد على أنه يطول مدة عمل الأنسيزيا بيقلل أو بيديأ البلود فيزل الأنسيزيا هتروح فيها أو بتمشي فيها وإحنا لو بنحقق الأنسيزيا بنحققها في الصفتش ومنحققها في البلود فيزل وبالتالي هي بعد شوية بتبدأ تروح من نفسها في البلود سبلاي واحدة واحدة فكل ما هدية البلود فيزل ده كمية الأنسيزيا اللي هتدخل جوه البلود سبلاي هتقل فهتفضل فترة طويلة أكتر شغالة فالفازوكنستريكتور بيعمل لدن وبيديأ لي البلود فيزل وبالتالي بيخلي فقط في وجود الأنسيزيا جوه تشوز فترة أطور فالبلين أنسيزيا أو الأنسيزيا اللي من غير فازوكنستريكتور مدة عملها قصيرة جدا فالليدوكاين ما بنحبش نشتغل بليدوكاين وزود فازوكنستريكتور عشان مدته هتبقى قصيرة قصيرة جدا تأثيره أو مفهوده هيبقى قليل فبينفضل الفازوكنستريكتور أو الليدوكاين وز فازوكنستريكتور تاني نوع الميبيفيكاين الميبيفيكاين كويس وجميل لو جبنا نبص على الصورة بتاعته ده نوع اسباني مش مصري كل الشركات بتطلع نوع كذا نوع من الأنسيزيا مش حكي ده بس الوحيد اللي هيبقى هو الميبيفيكاين الميبيفيكاين هو شبه الليدوكاين جدا البلين بتاعه بقى افكتف اكتر من الليدوكاين يعني احنا قلنا من شوق ان الليدوكاين من غير فازوكنستريكتور مفعوله قليل لكن الميبيفيكاين مفعوله اعلى من الليدوكاين حتى لو هو من غير فازوكنستريكتور انه هو ما بتملش فازو دايليتيشن لبلوتس فيزل او البلوتس الارتري او الفينز بشكل كبير تأثيره كفازو دايليتور قليل على البلوت فيزل وبالتالي بيقلل نسبة خروج الأنسيزيا من التشوت للبلوتس الالي بسرعة حتى لو استخدمنا الأنسيزيا وزود فازوكنستريكتور كاميبيفيكاين بيبقى مفعولها الى حد كبير اللي بعد كده البريلوكاين البريلوكاين ضعيف جدا او مفعوله مش قوي قليل أقلم الليدوكاين والميبيفيكاين عشان كده لما بنستخدمه بنستخدمه اصلا الا نادرا يعني بس لو هنستخدمه فاحنا بنستخدمه بنسبة او بتركيز اعلى يعني الليدوكاين بنستخدمه باتنين في المية انما البريلوكاين لو هنستخدمه هيبقى أربعة في المية زي اللي احنا شاكدوا قدام بعد كده الأرتكاين أرتكاين ده أحدث حاجة موجودة في السوق دلوقتي الأرتكاين من الأناسيزيا القوية الكويسة اللي بيفضل استخدامها كإنفلتريشن لأن هي مفعولها قوي جدا وبتأثر على النيرف بشكل سريع فمش أقول مش صح بس مش محبز أنها تستخدم كنيرف بلوك لأنها كل ما حق أنتهى قريب من نيرف كان لها مفعول قوي على النيرف فعشان كده بيفضل استخدامها كإنفلتريشن حتى في المنديبل أو في المنديبل يستخدم بإنفلتريشن تكنيك مش بنيرف بلوك آخر حاجة في الأنواع البوبوفيكاين وده بقى يعني الطب ده ممكن مفعوله يستمر معك لمدة 8 ساعات وده ما بنستخدمهش غير في حالات الجراحات الطويلة اللي هنقعد فيها فترة طويلة فبنفضى إنه هنستخدمه لأنه مدة عمله كبيرة جدا ما بنستخدمهش في الحاجات العادية لأنه برضو تأسيره عن نيرف قوي جدا فالبوشنت يمكن يفضل حاسب نامنس فترة طويلة منه طيب طيب نحن الوقت حقلنا الأنسيزيا بتاعتنا الأنسيزيا هنعرف التكنيكس كمان شوية بس احنا أصول المادة الفعالة عرفناها وازاي بنعرف نشتركيز المادة الفعالة دي ازاي الماكسيمان ضوز اللي هنديها للباشن ازاي بقى الأنسيزيا دي بيحصلها ميتابوليزم احنا عندنا نوعين من الأنسيزيا كتركيب كميائي يعني حاجة اسمها الإسترز وحاجة اسمها الأمايدز الإسترز نادرا لما بنستخدمها كالوكالأنسيزيا في الغالب بتستخدم كتوبكالأنسيزيا الأمايدز معظم الأنسيزيا هي الأمايدز او متونا من الأمايدز اللي هو المقطع كيين اللي في الآخر ده ده معناها ندي أمايد زي ما قلنا ليدو كيين الميبفي كيين البوفي كيين كل الأرتيك كيين كل دول من مجموعة الأمايدز الأمايدز بيحصلها ميتابوليزم او بيحصلها بريك داون في الليفر ودي مشكلة برضو على قد يعني الإسترز بتعملها أكتر في الكيدني لكن الأمايدز بيحصلها ميتابوليزم في الليفر وبالتالي الناس اللي عندهم مشاكل في الليفر بيبقى عندهم مشكلة في الميتابوليزم بتاع الأنسيزيا فبتفضل فترة طويلة في جسمهم وده ممكن يؤدي بعد كده لما نجي نتكلم عن المشاكل ممكن يؤدي التوكسيسي نتيجة أن الأنسيزيا فضلت فترة طويلة ما حصلهاش ميتابوليزم نتيجة المشاكل بتاع الليفر الإسترز زي ما قلنا غالبا بتستخدم في توبيكا الأنسيزية اللي هي الجل أو المرهم اللي بيدهن قبل الحقنة الميتابوليزم بتاعها بيبقى سريع بيبقاش فيها مشكلة الأميات زي الميتابوليزم بتاعها معقد شوية زي ما قلنا بيبقى في الليفر ومعنى كأن احنا لازم نخلي بالنا كويس جدا من البيشنت لو هو عنده مشكلة في الليفر يبقى احنا نقل مش هقول نمنع زي ما قلت تقريبا 99% من الأنسيزية اللوكالأنسيزية الموجودة في السوق عندنا هي أمايدز فمش هنقدر ما نددلهش أنسيزية هنديله ولكن بكميات محدودة يعني مش هنديله بقى وصل للمكسيمام دوز وبتلام ده وقل ده هو 80 كيلو فياخد 8 حقا عادي ما فيش مشكلة لا طبعا لازم اقلل الدوز على قد مقدر عشان انا عارف ان الأنسيزية اللي انا هنتقى في جسمه دي مش هيحصل لها الميتابوليزم بسهولة هتقعد فترة طويلة عشان يحصل لها الميتابوليزم لانه عنده مشكلة في الليفر اللي هو الأنسيزية بيحصل لها الميتابوليزم فيه طيب ندخل بعد التكنيكس التكنيكس بتاعت اللوكا الأنسيزية كتيرة وفي منها المنديبلر والمكسيلاري هاخدهم برضو سريعا عشان وقت المخاضرة بس هنتفاجئ بكم حاجة كده المنديبلر تكنيكس بتاعت اللوكا الأنسيزية كلنا تقريبا نعرف الانفيريور ألفلر نيرف بلوك ويمكن محدش فينا يعرف حاجة تانية غير نظري يعني نسمع أسماء تانية لتكنيكس تانية زي الجو جيتس أو الأكينوزي لكن محدش فينا جرابهم أو يعرفهم الانفيريور ألفلر نيرف بلوك هو التكنيك الأشهر التكنيك الأكثر انتشارا ورغم كده هو كومبليكيشنز منه عالية جدا المشاكل أو الدقة بتاعته قليلة جدا من أكثر المشاكل اللي بتحصل في الانفيريور ألفلر نيرف بلوك تكنيك هو الإيرلي تاتش مثلا لانا أجي أدخل نيدل فلاقيه نيدل مفيش كام ميلي منها اللي دخل ووقفت أخوطت في البون ووقفت طبعا ده غلط المفروض أن حواية التاني نيدل يدخل جوه عشان أقدر أحقن الأنسيزيا بتاعته تبقى تاني حاجة إن في بعض الأحيان أو أحيان كتير بنعمل إنجيكشن في بلوك فيزل يعني بعض البيبرز أو الريسيرشيز قالت إن حوالي 20% من حالات الانفيريور ألفلر نيرف بلوك تكنيك بيتحقن جوه بلوك فيزل دي من أخطر الحاجات اللي ممكن تحصل إنك تحقن في بلوك فيزل الأنسيزيا بتاعتك أو مش بنحقن في بلوك فيزل لكن بيطلع بلوك في أسبيريشن هو المفروض إن إحنا قبل ما نحقن بنعمل أسبيريشن نشوف أنا جوه بلوك فيزل ولا لأ أشوف هل هيطلع معايا دم جوه السرينجة أو جوه الكربول ولا لأ وعشين في المئة من الحالات بتطلع بلوك في أسبيريشن فمعنى كده إن التكنيك ريسكي ولكن رغم كده هو الأشهر والأكثر تداولا يعني الناس كلها بتعمله برغم إن فيه تكنيكس تانية أحسن وأسهل وأقل ضررا نبص بص على الفيديو ده إن شاء الله يشتغل كويس الصورة اللي قدامنا دي الصورة اللي قدامنا دي لو جينا نبص هنلاقي النيرف اللي داخل جوه الماندبل ده الإنفيريور ألفلار نيرف النيرف اللي جنبه ده ده النيرف تو ميلو هايويد النيرف اللي خارج لبرة ده هو اللينج والنيرف إحنا نيجي نحق ندي انفيريور ألفلار نيرف لما نيجي نحب ندي انفيريور ألفلار نيرف بلوك نندخل النيدل بتاعتنا هنا قبل الماندبلار فورة من علاقه ونبدأ نحق الأنسيزية فأنسيزية تخضر للإنفيريور ألفلار ولو النيرف تو ميلو هايويد قريب هنا بيتخضر معاه بس هو غالما ما بيبقاش خارج من هنا بيبقى خارج من فوق شوية النيرف تميلوهايويد معلن هنسبنا من ده دلوقتي المهم ان انا بخضر الانفير ألفلر نيرف وبعد كده بسحب النيدل بتاعة الوراء نص سنتي وابدأ احقن تاني عشان اخضر اللينجوال نيرف يبقى انا كده بشكة واحدة خضرت الانفير ألفلر نيرف وخضرت اللينجوال نيرف احيان كتير بقى زي ما قلنا النيرف تميلوهايويد بيكون خارج من فوق شوية فلما باجي بدي انفير ألفلر نيرف بلوك الانسيزية بتاعته ما بتوصلوش فيفضل هو حاسس ويكون خارج منه سنسوري برانشز رايحة للبالب بتاع اللور مولرز فتلاقي الانسيزية بتاعتي انا حقنط والبيشانت حاسب نومنس لان الانفير ألفلر تخضر واعمل التست بتاع الانسيزية بتاعي البيشانت مش حاسب حاجة وزي الفل اجي اشتغل البقى الاقي البيشانت بيسرخ ليه لان النيرف تومايلو هايويد ما تخضرش والنيرف تومايلو هايويد مودي سنسوري برانشز للبالب بتاع اللور مولرز طب نعمل ايه ببساطة هنحقن فوق شوية ببساطة شديدة احنا قلنا ان في الانفير ألفلر نيرف بلوك احنا بنحقن فوق المنديبلر فورة من على طول طب ما نحقن فوق شوية عند النك بتاعت الكونضاي هو ده بالضبط الجو جيتس تكنيك الجو جيتس كل فكرته انه خلى الانجيكشن سايت بدل ما هو عند المنديبلر فورامين لا خلاه عند النك بتاعت الكونضاي فقدر اجيب المنديبلر نيرف كاملا بكل برانشاته بقى هجيب الانفيريور ألفلر نيرف هجيب اللينجوال نيرف هجيب اللونج باكال نيرف هجيب ال نيرف تومايلو هايويد كل البرانشات اللي انا محتاجها هجيبتها وتخضرت معي بشكة واحدة هو ده الجو جيتس تكنيك الفكرة كلها ان انا بحقن زي ما احنا شايفين قدامنا هنا بحقن في النك بتاعة الكونضاي او هنا لو جينا نشوف الصورة التانية رقم بي ده المكان بتاع الانفيريور ألفلر نيرف بلوك رقم ايه ده المكان بتاع الجو جيتس انجيكشن الجو جيتس تكنيك لو جينا نشوف سيه بقى هو الفرق ما بين الانفيريور ألفلر و الجو جيتس هنعمله ازاي المفروض يعني ان احنا بندخل النيدل بتاعتنا من تحت الميزيوبالة الكاسب بتاع الابر سيفن ونعمل انجيكشن وبرضو حواية التانية النيدل يدخل نعمل تاتشبون ونبدأ نحن بس الموضوع صعب في حاجة اسهل اه في حاجة اسهل لو احنا جينا نبص على وراء اللور سيفن او اللور ايت هنلاقي عندي جزء من السوف تيشو ظاهر وراء اللور سيفن واللور ايت الجزء ده اسمه تريجو منديبل الرافي تريجو منديبل الرافي ده جزء من السوف تيشو وراء اللور سيفن ظاهر وراء اللور 7 بيطلع فوق عند الانتير بوردروف زريمس يقابل الماكزيلاري تيبروستي الماكزيلاري تيبروستي جاية وراء الابر 7 بتقابل التريجو منديبولا الرافي في زاوية مش عارف كده هحاول أشاور عليها بالسهم عشان الدنيا تبقى أوضح ده التريجو منديبولا الرافي اهو بارز وماشي وراء اللور 7 يبدأ يطلع 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 يقابل الماكزيلاري تيبروستي اللي جاية من وراء الابر 7 بيتقابلوا مع بعض في زاوية قدام الزاوية دي بنص سنتي اقدر احقن واعمل الانجيكشن بتاعي تي صورة تانية اهي ده التريجو منديبولا الرافي اللي انا ماشي عليه بالسه والتيبروستي فوق اهي بيقابلوا بعض في زاوية اعتقد انها واضحة قدام الزاوية دي بنص سنتي بحقن الاناسيزية بتاعتي الجو جيتس مور اكريت الجو جيتس بيجيب كل الانرفيشن اللي انا خايف منها الجو جيتس تكنيك حلو جدا اه يعني انا شخصيا ما بقتش باشتغل غير بالجو جيتس في كل الشغل ما بقتش بعمل انفير ألفلر نرفي بلو اشغال بجو جيتس طول الوقت اه بدل مادي انفير ألفلر و قد يشتغل او يحصل له فيلير اه وبعد كده ارجع بقى ساعتها ادي جو جيتس تماما الاول اعمل جو جيتس يكون افضل تكنيك اللي بعد كده هو الفازيراني اكينوزي او اكينوزي هو مشهور باكينوزي هو في الحقيقة فازيراني ده اول عالم عمله اللي هو الجوزيب اكينوزي هو اول واحد عمل التكنيك ده وجيه فازيراني عمل تكنيك كمل عليه وزبط التكنيك اكتر فاتسمت فازيراني اكينوزي بس هو مشهور باكينوزي تكنيك او كلوز ماوز تكنيك ده ابني ادي دايما في الحالات اللي ما يكون جايلك واحد بتريزمس مش قادر يفتح بقه وقافل اسمه كلوز ماوز تكنيك قافل مش عارف يفتح بتعمله ايه لازم تديه الانسيزيا وهو قافل فبتدخل براليل للميوكو جينجفال جونكشن بتاع المجزلة الميوكو جينجفال جونكشن عشان اللي مش عارف احنا عنينا فري جينجفا التاتش جينجفا بعد كده الالفلار ميوكوزا كل ده من جوه ما بين الاتاتش جينجفا والالفلار ميوكوزا فيه خط مش خط يعني مرسوم لكن اريا كده واضحة دي اسمها الميوكو جينجفال جونكشن بنمشي براليل ليها وندخل النيدل بتاعتنا هنا مفيش تاتش بون ما استناش لما يحصل تاتش بون لانه مش هيحصل تاتش بون لانها ماشي براليل للانترنال وول بتاع الريموس وبالتالي مش هيحصل تاتش بون جاست تلتين النيدل يدخل وابدأ اعمل اصبيريشان طبعا الاول وبعد كده اعمل احقل الانسيزية بتاعتي الفيديوهات كلها هسيبها لكم عشان تشوفوها براحتكم لان الفيديو هنا في مشكلة الباكال نيرف بلوك هو اللونج باكال نيرف ده النيرف اللي بيغزي الباكال ميوكوزا ما فيش فيه مشكلة كبيرة نعمله انفلتريشان بس في بعض الاحيان بابقى عايز اخضر الميوكوزا بتاعت اللور مولرز كلها مرة واحدة فبدخل ديستل للور ايت واحقل الانسيزية بتاعتي كده انا قفلت اللونج باكال نيرف من وره فبيتخضر كله يبقى الباكال ميوكوزا كلها بتاعتي قفلت خلص اللونج باكال نيرف بلوك هو ديستل للور ايت زي الصورة اللي قدامنا مبينة بس انا كده قفلت اللونج باكال نيرف كله خدرت الباكال ميوكوزا بتاعت اللور مولرز المنتل والانسيزيب نيرف بلوك هو ان احنا بندخل عند المنتل فورامين ما بين اللور فور واللور فايف واحقل الانسيزية بتاعتي ابقى خدرت المنتل والانسيزيب نيرف بشكة واحدة بس ما بين الفور والفايف بدخل في اللور فور وفايف جس تلاتة ميلي النيدل بتاعتي تدخل هتقوم خبطة هنا عند الفورامين ابدأ احقل الانسيزية بتاعتي بحقن حوالي برضو 2 من 10 تاتة من 10 ميلي مش كمية كبيرة بتخدر المنتل نيرف وانسيزيب نيرف ده تقريبا التكنيكس الاشهر في المنديبولار تكنيكس المجزيلي هو انفلتريشن الاصل ان انا بدي لأي توز في المجزيلي انفلتريشن طيب لو انا عندي مشكلة مع الانفلتريشن او مش عارف ادي انفلتريشن لأي سبب او شغال في قرية كبيرة عندي اكتر من تكنيك نيرف بلوك اولهم هو الانفراوربطال نيرف بلوك زي ما قلنا الانفراوربطال نيرف بلوك ان انا بدخل برا للكنين او ما بين الكنين والفور لغاية لما أغبط فيه الانفرا أوربطال فورامين وأبدأ أحقل الأنسيزيا بتاعتي الأنسيزيا بتدخل في الانفرا أوربطال كنال وتبدأ تخضر الانتيريور سوبيريور ألفلر والميدل سوبيريور ألفلر في نفس الوقت في بعض الأحيان بقى بحتاج أن أنا أدي جريتر بلاطين نيرف بلوك أو بستيريور سوبيريور ألفلر دي تكنيك سينستيب أكتر شوية وما بنحتاجهاش كتير في المجزلة يعني بنحتاجها في العملات الكبيرة قوي أني هندي مجزلة لنيرف بلوك أو بستيريور سوبير ألفلر نيرف بلوك الجريتر بلاطين هو عم بندخل في الفورامين الأقصاد الأبر سبب من البلد ونحقل الأنسيزيا بتاعتنا بنخضر الجريتر بلاطين نيرف نيزو بلاطين نيرف بلوك بندخل في الانصيسف بابيلا ما بين التو سنترالز بلاتا التو سنترالز وباراليهم ما بينهم وباراليهم في الانصيسف بابيلا برضو بدخل النيل جاست أن بيحصل طبش للبون وأبدأ أحقل الأنسيزيا بتاعتي بيخدر لي النيزو بلاطين نيرف الريت والليفت في نفس الوقت وعشان كده بيطلق عليه بيلاترال نيرف بلوك بينما النيرف بلوك الوحيد اللي بيخدر لي البوث سيدز النيزو بلاطين نيرف بلوك آخر حاجة نتكلم عنها عشان أنا نعرف أنها طولت الكمبيليكيشن الكمبيليكيشن ستعطلوك الأنسيزيا عديدة وكتيرة تبدأ بأسهل حاجة للفيزيكال تروما التروما اللي ممكن تحصل عندي ممكن تحصل نتيجة النيل لنفسها وتحصل كتير أنه أنت بتدي الأنسيزيا الإبرة بدل ما تدخلها جواب معور شفة العيان أو دخل في إيريا غلط وبعين تزبط نفسك طبعا ممكن مكان النيدل دي تبقى بينفل بعد ما الأنسيزيا مفعولها يروح بس دي بتحصل كتير الطيب الثاني من الفيزيكال تروما أن البشنت نفسه يعض خده أو يعض شفته والأنسيزيا شغاء إن هو مش حاسس بيهم فيحصل تروما بالمنظر اللي احنا شايفينه قدامنا ده نتيجة أنه قاعد يعضعت في شفته وخده هو مش حاسس بيهم وبتحصل كتير مع الأطفال تحديدا تاني حاجة الكميكال تروما الكميكال تروما دي بتحصل مع الهاي كونسنتريشن بتعلقها أنسيزيا لو زي ما قلنا في بعض الأنواع لو اديت أنسيزيا بكمية كبيرة قريب من النيرف ممكن تعمل إنجري للنيرف كيميكال تروما وخصوان لو الأنسيزيا دي كانت المادة الفعالة بتاعتها قوية فما زي ما قلنا بنحبش نحن نحقنها كنيرف بلوك عشان ما تأثرش على النيرف بعد كده لو حققنت في مكان غلط وخصوان ده بقى من أكتر الحاجات اللي بتحصل مع الانفير ألفل نيرف بلوك إن أنا ما عملش أدخل النيدل ما تجيبش تاتش بون ما تعملش تاتش بون النيدل وحقنت أنت بتعمل مشكلة للبيشانت إنه بعد ما تخلص الأنسيزيا بتاعتك هتلاقي نص الوش البيشانت ده ما عادش حاسس به والعين بتاعته تبدأ تنزل والليب تبدأ تضرب ده نتيجة إيه؟ نتيجة إنك حقنت جوه البروتر جيلاند والبروتر جيلاند ماشي فيها الفيشيال نيرف ماشي جواها الفيشيال نيرف فأنت خدرت الفيشيال نيرف بدون ما تاخد بالك طبعا هو ده أنت كده أنسية بتاعتك مبدئيا ما اشتغلتش أنت ما خدرتش الانفير ألفلر لكن الأخطر من كده البيشانت هيقلق جدا وقلق البيشانت خليه يتوتر ويتهور وممكن يعني يعمل أي حاجة غير متوقعة يعني لو أنت مرضتش عليه وفهمته ممكن يقوم يضرب يعني لو البيشانت أنت بتديله أنسيزيا عشان تخلع له لور مولر مثلا لور سيكس وفجأة لأن يعني نزلت وشفيف ونزلت ومش حايز بنص وشه وانت مش عارف ترد عليه تقوله ده إيه وببساطة المشكلة دي كلها هتروح مع فترة زوائل الأنسيزيا الأنسيزيا هتاخد لها من ساعة ونص لساعتين المشكلة هتروح حلاص بس زي ما انت تبقى عارف ده وتفهمه له عشان هو ما يقلقش زي ما قلنا الحاجة التانية أننا نحقن في بلوت فيزل أننا أننا نحقن في بلوت فيزل وزي ما قلنا مع الإنفير ألفار نيرف بلوك النسبة دي حوالي 20% أن تجي تعمل أصباريشن تلاقي نفسك جوه بلوت فيزل فلو انت ما عملتش أصباريشن وخدت بالك هتحقن جوه البلوت فيزل وده غلط جدا إنه هو بيعمل كومبليكيشن جامدة جدا ممكن يعمل مشاكل كرينيال ومشاكل سيستيميك جامدة هنتكلم عنها كمان شوك الكومبليكيشن اللي بعد كده هي التوكسيستي والتوكسيستي زي ما قلنا بتيجي نتيجة حاجتين يا إما أن انت ديت أوفردوز يا إما أن انت حقنت جوه بلوت فيزل والمشكلتين أخطر من بعض التوكسيستي بتحصل نتيجة اللوكال أناسيتيك إيجنت نفسه اللي هي المادة الفعالة البودر اللي تكلمنا عنها أو الفازوكونستريكتور لو المشكلة اللي عندك نتيجة اللوكال أناسيزيا مطلوب منك مجرد ما تبدأ تشوف أعراض التوكسيستي البشاكت بدأ يحس بقلق بدأ يتوتر بدأ يعرق بدأ يفين بدأ يحصل له بدأ يفقد الإحساس باللي حواليه تبدأ تعرف أن ده بدأ يدخل في توكسيستي في ساعتها على طول لو أنت التوكسيستي دي من اللوكال أناسيتيك دراج نفسها أنت اتحقنت كمية كبيرة مثلا فالتوكسيستي نتيجة اللوكال أناسيتيك دراج تبدأ تنيمه عشان البلد يوصل للمخ فيبدأ يفوق وطبعا توقف شغلي تماما طيب لو أنت لو نتيجة الفاظوكوينستيريكتور هتلاقي وشه نفسه بقى بيل خالص ما فيش أطرافه بقيت بيل تبدأ تقعده مش العكس تبدأ تقعده ما تنيمه تقعده عشان تقلل بتاع المخ ضغط الدم الفاظوكوينستيريكتور زي ما قلنا بيعلي ضغط بتقلل الضغط اللي في الدم ضغط الدم من المخ ضغط الدم من المخ فيبدأ يرجع يفوق واحدة واحدة بالتدريب زي ما قلنا أسباب التوكسيستي إما إنترافاسكولار إنجيكشن أو أوفردوز أو البيشنت مش قادر يعمل ميتابوليزم لو عنده مشكلة في الليبر زي ما قلنا طيب نقلل فرص التوكسيستي بإيه؟ بإننا نعمل أصبيريشن قبل ما نحقن ده أول وأهم حاجة نحن نعمل أصبيريشن قبل ما نبدأ إنجيكشن عشان نعرف إحنا في ضغط فيزيول لا تاني حاجة نحسب المكسيمم دوز بتاعت الأنسيزيا ما نفضلش ندي أنسيزيا وراء أنسيزيا وراء أنسيزيا بدون ما نبقى حاسبين إحنا بنتدي قد إيه طبعا التوكسيستي زي ما قلنا خطر جدا بتبدأ من مجرد الستيجز الأولينية بتبدأ بإجزيتيشن كده وقلق وتوتر ممكن توصل لحاجة فيتل والبيشنت يضاي منك في العيادة لو الموضوع كان كبير بعد كده الأليرجي الأليرجي من الحاجات الندرة جدا في اللوكال أنسيزيا جدا يعني إن اللوكال أنسيك إيجنت أو فازوكونستريكتور يسببه الأليرجي للبيشنت ولكن يعني وجد في بعض الريسيرش إن الأليرجي بتيجي من الجزء الربر الربر بانج أو البلانجر اللي موجود في آخر الكربول عشان فيه لاتيكس مادة اللاتيكس دي هي اللي بتعمل الأليرجي وفي بعض المفروض يعني سواء ما شو موجود في مص طبعا نغيره الربر دي بمادة تانية ما يكونش فيها لاتيكس عشان ما تعملش أليرجي بس هو الموضوع رير جدا بس هو من الكومبيليكيشن اللي موجودة في الكتاب يعني لازم تقوم معروفا ممكن تحصل ولكن هي رير جدا سواء من الفازوكونستريكتور أو من اللوكال أنسيتيك دراجي بعد كالبيشن الميديكال الكمبرومايز بيشن زي نتعامل معه وفي جدوة جميل جدا هنا هنلاقي في الجدوة ده مكتوب A وC وT الA ده يعني avoid use ما تستخدمش المادة دي مع البيشن ده الC يعني استخدمها بس بحضر شديد والT يعني theoretical interaction يعني نظريا بيحصل interaction بين المادة دي والبيشن ده أو الدواء البيشن هنا مثلا ما يجي نبص على الجدوة لو يجي نبص على أول حاجة unstable angina أول حاجة medical condition unstable angina بيقولك avoid use الibnifrin مع الـ unstable angina ما تستخدمش بازوكونستريكتور ابنفرن مع الـ unstable angina الفلبرسين استخدمه ولكن باحتياطات شديدة الـ unstable angina زي ما احنا عارفين مشكلته من الدم اللي بيوصل للقلب قليل فاحنا لو استخدمنا بازوكونستريكتور قوي هيقلل البلد اللي واصل للقلب زيادة فيزود المشكلة كل medical conditions الجدول ده حالو لو تاخدوه screenshot أو تصوروه كل medical conditions المهمة وازاي نتعامل معها آخر حاجة هتكلم عنها بقى هي failure failure أسبابه كتير إن أنا ديت أنسيزيا وما اشتغلتش ممكن يكون نتيجة anatomical الباشن ده عنده مشكلة anatomical مش مشكلة يعني عنده variation يعني الريمس مثلا الزاوية بتاعته مش اللي احنا عارفينها مع على البضي أصلاً موتور نيرف دي حاجة غير متوقعة لناس كتير فما بيبقاش عامل حسابه فده دي anatomical variation قد تكون موجودة في بعض البشر تاني حاجة غير الاناتomical causes يعني عندنا البسولوجيكل ان البشر نفس يكون عنده مشكلة تمنع الانسيزية تشتغل المشاكل ممكن تكون زي كده مثلاً التريزماس ان واحد ما بيقدرش يفتح بقه فأنا مش هارف ان انا حقين له الانسيزية بتاعتي واقدر اشتغله فده خلاص او واحد يكون عنده ابسيز فمش هينفع في الابسيز ينفع اتحايل على الموضوع ان انا احقن في اريا تانية غير اللي فيها البس لكن في المنطقة نفسها اللي فيها الابسيز ماينفعش احقن لان الابسيز ده زي ما قلنا فيخلي الانسيز الانسيزية يحصل لها من قبل ما تدخل للنيرف تاني مش هتشتغل اصلاً بعمل تكنيكس تانية يعني بدخل اعمل حاجة اسمها حوالين الابسيز ده احقن الانسيزية بتاعتي حوالين الابسيز من جمال اتجاهات واشتغل اودي نيرف بلوك على طول في اريا تانية تخضر للنيرف اللي انا عايز اشتغل في المنطقة بتاعتي بعد كده السيكولوجيكال والتيكنيكال السيكولوجيكال ده لان التوتر والقلق بتاع البيشنت نفسه من الحاجات اللي بتقلل مفعول الانسيزية بشكل كبير جداً التيكنيكال ان انت اصلاً ديت الانسيزية التكنيك مش مزبوط يعني انت مثلاً جبت ايرلي تاتش او ما عملتش تاتش خالص او وديت الانسيزية في مكان مختلف عن المكان المفعوض تتاخد في صورة بس في الاخر عايز افراجها لكم عشان كتير مننا بياخدش بالو منها خالص الصورة اللي قدامنا دي كتير مننا بييجي يدي الانسيزية بتاعته وبعد ما البيشنت يروح والمفعول الانسيزية يروح البيشنت يشتكي شكوى جديدة جداً من مكان الحقنة بتاعت الانسيزية يحصل فيها ألثر او يبقى فيها بين شديد اكتر من بين اللي موجود نتيجة الشغلة اصلاً ده بيكون ليه؟ بيكون نتيجة انك انت دخلت النيدل عشان تدي مثلاً ودخلتها او حتى في الانفلتريشن لو انت بتدي انفلتريشن دخلت النيدل عملت تاتش بون وبعدين لقيت ان المكان غلط او مش مظبوط فخرجت النيدل دخلت النيدل تاني عملت تاتش بون خرجت النيدل دخلت النيدل تاني عملت تاتش بون اللي قدامنا دي الصورة اللي على الشمال دي صورة النيدل قبل تحت الالكترون مايكروسكوب قبل ما تحقن بيها او تدخلها الصورة التانية بعد ما تلمس البون جزت انها عملت تاتش للبون النيدل بيحصل فيها كده والتالي لما تيجي تدخلها تاني هتبقى بين فل العيان لان ما بقتش شارب أو بوينتد زي الطبيعي بتاعها دي من لمسة واحدة للبون واحدة عمل تاتش بون مرة وخرجت النيدل رفيع جدا فالتب بتاعتها بيحصل فيها بتتني بالمنظر اللي احنا شايفينه ده ممكن ده انت ما تشوفوش بعينك أصلا بيبقى حاجة بسيطة جدا بس التشو بيحس بيها كنك تدخل النيدل وتخرجها وتدخلها وتخرجها ده بيعمل ترومة للسوف تشو وفي احيان كتير بيسبب ألثر بعد ما بتخلص شغل بعدها بكام يوم يظهر تروماتيك ألثر مكان الدخول النيدل الوخرج احنا كده خلصنا شكرا جدا ليكم للناس القائمين على المؤتمر لو حد فيه اي حاجة اسئلة معانية ما جاوبتش عنها شوفوا لو فيه وقت انا جاهز لو ما فيش وقت خلاص الهوست بقى يشوف الموضوع يشوف الموضوع هناك او فيه اسئلة معانية ما ببعنية ما هو حد بيقول نعمل rapid slow injection slow injection الأنسيزيا بتتحقن في خلال من 30 ثانية لدقيقة ما تتخلش النيدل وتحن الأنسيزيا كلها مرة واحدة دي بتعمل تروما جمدة جدا وبتعمل discomfort وبين للبيشنت تنيم العيان لو الأنسيزيا نتيجة overdose لو التوكسيست دي نتيجة overdose تنيم العيان لو التوكسيست نتيجة في مشكلة أو ديت زيادة أو في مشكلة من نفسه تقعد العيان أنا ما بلحقش أشوف الأسئلة حد بيقول لو حصل ان النيدل اتأثرت والبيشنت تحس بألم اتصرف ازاي عشان امنع تكون الألثر لا هو لو انت دخلت النيدل مرة والتانية وما برضو انت عايزت تحقن تاني بنفس النيدل غير النيدل نفسها في ساعتها مش هيحصل ترومة أصلا ومش هيحصل ألثر لكن أريد انت عملت الترومة فخلاص هو التشو هياخد السيكونس بتاعه وممكن يعمل ألثر وممكن لا بس البيشنت في كل حوالها يحس ببين طبعا بعد ما الأنسيزيا مفعولها يروح اه لو اخطاقت استغري من النيدل جديد هنفيش مشكلة مش النيدل مش مش مكلفة قوي اه مش لاحق هذا معا جزئية البيشنت والمخدرات انا كنت بتكلم على فكرة ان واحد بياخد دراجز فانتديته أنسيزيا مشغالة فاتكرر له اكتر من حقنا هي الفكرة أولا ان اللي بياخد دراجز ده الأنسيزيا مش مش هتشتغل معاه هي هتشتغل بس هو الدراجز اللي بياخدها خلت البين سريشولد بتاعه عالي وبالتالي الأنسيزيا محتاج كمية أكبر أو تركيز أعلى من الأنسيزيا فاخترت نوع تاني من الأنسيزيا بتركيز أعلى شوية او اديله بدل كربول تو كربول بس انا بتكلم لو انت اديته واحد في اتنين في تلاتة في اربعة في خمسة في ستة في سبعة نقولنا المكسيمون دوس تمانية فواحد يقول انا ممكن اديه تمانية ماشي تهديه تمانية البيش انت مش هيحصل له مشكلة لكن الأنسيزيا بعد الكربول الخامس مش هيبقالها مفعول مش هتشتغل أصلا لأن الأنسيزيا نفسها بتحول الوسط اللي اتحقنت فيه لأسيدك ميديا والأنسيزيا ما بتشتغلش في أسيدك ميديا فخمسة كربول اللي انت حقنتهم خلوا الوسط أسيدك الحقنة السادسة هتتحقن في وسط أسيدك مش هتشتغل لأنه يحصلها ايونيزيشن قبل ما تدخل جوه النيرف لما يكون في باس أو أبسيز ادي رينج بلوك حوالين الأبسيز مش جوه الأبسيز حواليه لو انت في المجزلة او ادي نيرف بلوك تكنيك ايا كان بقى انت شغال في أنهير لكن ممنوع انك تحقن جوه الأبسيز الانسيزيف نيرف بحاجة يسأل الانسيزيف نيرف بيشتغل على ايه الانسيزيف نيرف بيبدأ يخضر البلب من أول الفور لغاية السنترل سنترل لاترال كانين فور ده الانسيزيف نيرف الانسيزيف نيرف بيغزي السوف تيشو من أول قصاد الفايف لغاية السنترل يعني بياخد معانا الفايف زيادة عن الانسيزي التخدير مع مرضى القلب والسكر لو سمحتك التخدير مع مرضى السكر مفيش فيه أي مشكلة احن الانسيزيا بتاعتك بالوازوك ونستريكتور عادي خالص مفيش أي مشاكل الانسيزيا مع مرضى القلب حسب المشكلة اللي عنده لو هو هايبرتنسي في بيشنت مثلا حسب الضغط بتاعه الضغط بتاعه ستيتج وان ولا تو ولا فأنهي مرحلة من هايبرتنسي لو هو في مرحلة متوسطة عا بنتكلم مثلا لغاية 160 ضغط على 120 أو 100 بلاش 120 من 160 ل100 فاحنا بنتكلم انك تتعامل معه عادي اكتر من كده ادي له اناسيزيا بس ماكسمم كربول أو تو كربول ما تزوجش بوازو كونستريكتور عادي تدي له اناسيزيا زيادة ادي له اناسيزيا زيادة لكن بلين وذوج بوازو كونستريكتور بقيت مرضى القلب احنا عندنا بقيت الكاتيجرز الى حد ما طبيعية معادة الانستابل انجينة زي ما احنا شرحنا في الجدول الانستابل انجينة ما تديلوش بوازو كونستريكتور لان هو قريدي عنده مشكلة في توصيل الدم للقلب انت لو اديته بوازو كونستريكتور كمية الدم اللي وصح القلب هتقل زيادة فحيحصل له مشكلة جامدة جدا فالانستابل انجينة ما تديلوش بوازو كونستريكتور تديله اناسيزيا بلين وذوج بوازو كونستريكتور ازاي نحدد الجرعة للمريض تاني حاضر اديني بس في الاخر ان خلص بقيت الاسئلة وهارجع على البرزنتيشن اعرضها تاني هيماتومة حد عنده هيماتومة ده بعد الشغل يعني تكون هيماتومة جزء اخض بعد الشغل في حالات كثيرة لما بنفتح في لاب ويتقطع اي بلط فيزل بيعمل لنا هيماتومة هنا في المنطقة دي في الحال دي ولا حاجة تبتعرف البيشن ده نتيجة الى انه بيخافه بيتخضى طبعا من المنظر ده ويستخدم اي حاجة زي هيموكلور مثلا بس بتخف الوحيدة مع الوقت انواع التكنيك انواع تكنيك التكنيك بتاعت المنديبلر قلنا فيه كنيرف بلوك عندنا الجو جيتس تكنيك عندنا الاكينوزي عندنا اللونج باكال نيرف بلوك وعندنا المنتل نيرف بلوك دول اللور القبر عندنا الانفلتريشن عندنا النيرف بلوك للانفرا أوربتال نيرف بلوك عندنا النيرف بلوك للبستيريور سوبيور ألبل نيرف بلوك وعندنا الجريتر بلطين نيرف بلوك وعندنا النيزو بلطين نيرف بلوك احنا قلنا لو شخص بياخد رجز ووديته أناسيزيا ولسه حاسس عندنا حلين يعمى زود له دوز يعمى ادي له سبليمنتري تيكنيك في بعض التيكنيك السبليمنتري اللي ممكن نضيفها على الشغل بتاعنا او الانسيزيا بتاعتنا بتجيب مفعول رائع جدا اشهرهم الانترا بلبل وده لو انا شغال اندو فتحت اكسز والبيشنت لسه حاس بواجه على ما باجه اعمل ادخل النيدل بتاعتي جوه البل واحق الانسيزيا بتاعتي ده بيجيب من الاخر بس طبعا دخول النيدل جوه البل بدي او جوه البل بتشمبر بتحس البيشنت ببين جامد بس يتحملوا بقى وابدأ احييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي عشان تقدر تساعد في مقاومة البريشر اللي موجود عندي لان البريدونتا اللي جا منتسبيس ديق جدا فالانسيزية عشان تدخل جوه البريدونتا اللي جا منتسبيس وتعدي بيبقى في مقاومة جديدة لها فمحتاج سيرينجة معينة سيرينجة معينة عشان اقدر احقن الانسيزية بتاعها زي ما قلنا في حالة الالتهاب البلب ازاي ازود فعالية الانسيزية ان انا اعمل السبليمنتري تيكنيكس اللي قلنا عليها قدي طبعا الانسيزية بتاعت العادية خالص وبعد كده قدي انترا لجامنتري تيكنيكس او انترا بلبل لو قردي عندي اكسيز مو دول اكتر تو تيكنيكس بيساعدوا جدا في الحالات اللي فيها مشاكل سواء انفلاميشن او انفيكشن او البيشنت بياخد درجزة او حاجة الصورة اللي في الاول فيها اخطاء هوضحها برضو لما نرجع هرجع البيشنتشن تاني معلش كثرة شرب الشاي والقهوة بتقلل تأثير بينج دي معلومة مش صحيحة لكن زي ما قلنا اقصى مفعوليها انها تزود البينس ريشولد بتاع البيشنت بتخلي العصاب بتاعته منتبهة بشكل اعلى من الطبيعي بس مش تدرجة انها تأثر على البينج دي معلومة كتير من الدكاترة بيقولوها البيشنت او البيشنت نفسهم باخد مساكنات كتير وباخد بشرة بشيء واهوة كتير مش تدرجة انها تأثر على البينج ان الانسيزية ما تشتغلش يعني ماكسما انك تحتاج تزود الدوز بس لكن ان هي ما تشتغلش خالص زواني 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 انا مش الليمو كلار ده مرهم بيتدهن على التشيك من بره حاجة توبيكال يعني زي ما قلنا الميلوهايويد نيرف انا بحتاج اخدره لو هو مودي سنسوري برانشيز للبلب بتاع اللوار مولرز انا مش هعرف ده فعليا الا لو اديت انفير اللوار نيرف بلوكت ولقيته الانسيزية شغالة بس البيشنت حاسس بعد ما بشتغل فكده يبقى فيه انيرفيشنت تاني واصل للبلب فانا مش هعرف ده قبل ما احقن فالافضل ان انا من الاول احقن جو جيتس كده ضمنت ان النيرف تميلوهايويد يتخدر سواء كان موصل للبلب بتاع اللوار مولرز او لا لو انا عندي ابسز اصلا ما استناش انه يروح او مرحو حد بيقول هنا ازاي يتعامل لو عندي ابسز ما بيروحش ما فيش كده هو لو ابسز موجود عندي لازم اشيل الكوز بتاعه لو ده ابسز لازم اشيل الكوز لو استنينفعت عمل فيها اندو اعمل اندو ماينفعش وخلاص هوبلس كيس اخلع حتى والابسز موجود حتى والابسز موجود ما فيش اي مشكلة يحصل درينج للبس عن طريق السوكت اللي انت خلعت منه فلو في ابسز ما تعوش تدي مضادات حيوية الى مالة نهاية مضادات الحيوية غلط لقيت ابسز متأكد ده ابسز مش سيليولايتس اخلع على طول لو دخلت ومش تلتني النيدل داخل لو تلتني النيدل ما دخلش برجع واعمل ادخل انديريكت وبعدين ارجع تاني او اخرخ خالص وارجع ادخل النيدل تاني حسب الاريح لك لو تعرفت اعمل انديريكت احنا بنسحب النيدل اللي ورا ونبدأ بدل ما احنا دخلين من فوق البريمولر ايريا بتاعت الاثر سايد بنسحب النيدل شوية ونصبط فوق الانتيريور ايريا هنا كده وابدأ ادخل بعد ما عدي حوالي نص النيدل تدخل جوه التشو ارجع تاني فوق البريمولر ايريا وكمل كل دو انا جوه سوه الابرة جوه الصوف تشو ما تقلقش مش حصل فيها مشكلة الثيرويد بروبلمز مش فاهم الثيرويد بروبلمز هتعامل معاه زي في الانسيزيا لو واحد عنده هايبر ثيرويدزم كونترا انديكيشن اني اديله فازو كونستريكتور اني اديله اناسيزيا بفازو كونستريكتور لو هايبر ثيرويدزم كونترا انديكيشن اديله اناسيزيا بفازو كونستريكتور هيحصل له حاجة اسمها ثيرويد كرايسيز ممكن توصل لانه يموت في العيادة هايبر ثيرويدزم كونترا انديكيشن اني اديله اناسيزيا وذ فازو كونستريكتور هذا الجو جيتس هقوله هنرجع معلش يعني كده انا عارف ان اطولت وما قالوا ان انا اخر محضرة فلو في مشكلة في الوقت عرفوني لو ما فيش مشكلة انا معاكم عشان فيه ناس عايز انا عيد شوية حاجة انا مش فاهم الكلام انجليزي وعربي فالكلام داخل في بعضه الناس اللي خلعه من فترة طويلة هي تفرق في الولد ايج اكتر مش فكرة خلع بقاله فترة طويلة ولا لا الولد ايج الريمس مع البادي اوف زاماندبول بيبقوا عاملين زاوية منفرجة قريبة من التسعين درجة ده الطبيعي مع الولد ايج الريمس بيبدأ يرجع لو مش يرجع الورا يعني يحصل من قدام وديبوزيشن ورا فتلاقي النات ريزولت في الاخر ان الريمس بقى عامل كده عشان تجيب تاتش بتقمحتاج تدخل جوه اكتر من الطبيعي ده في الولد ايج مش مالوش علاقة بخلع بقى فترة طويلة ولا لا تعرف ازاي المشكلة من الوفردوز ولا البازوكونستريكتور تعرف الوفردوز انت هتبقى الديت اوفردوز دي مبدئيا تعارف ان انت الديت كمية كبيرة من الانسيزة البازوكونستريكتور اكتر حاجة بتبينه شكل البيشن بيبقى بيل جدا وشه بيل واطرافه بيل ومش قادر ياخد نفسه تلاقيه زي اللي جاله انجينا زي اللي جاله اتاج بتاعت انجينا كل البلاد بيزلز داعته خلاص حصل فيها كونستريكتور البلاد اللي وصل لكل جسمه بقى أولي جدا فهنا تعرف الفرق بين الوفردوز او يعني الدراج لو المشكلة من الانسيتيك الدراج ولا من الفازوكونستريكتور بريجنانت في شراء التاسع وحالة امارجانسي اكيوت بالبيتس هتفتح اندو ادي انسيزية عادية ما فيش اي مشكلة الانسيزية لا تؤثر على البريجنانسي يعني الدكاترا او الناس اللي بيقولك ما تديش انسيزية في البريجنانسي من باب الاحتياط لكن هي ما لهاش مشكلة مع البريجنانسي خالص البريجنانسي بنخاف عليهم من الاشعة مش من برغم برضو أن الأشعة بتاعتنا بتاعت الأسنان تدوس بتاعتها قليلة جداً ما تأثر بس منعاً للمشاكل وأن يحصل أي مشكلة للجنين فالبشنت اللي انت اشتغلتها دي تبتهمك أن الأشعة بتاعتك هي السبب فما بندش أشعة في الحم لكن الأنسيزيا ادي أنسيزيا عادي جداً مع البرجنانس ينفيش في مشكلة بعد الخلع في حالة الأبسز اعمل إرريجيشن وبعد كده لو لقيت أن السوكت فاضي ما فيش فيه دم حاولتي استيميولات الدم كده من الجنجب حوائين السوكت هايس ينزل شوية دم جوه السوكت بس في حالة الأبسز لو أنا خلعت وفيه أبسز عندي الموضوع هو موضوع طويل شوية بس باختصار لو أنا عندي أبسز وخلعت في وجود الأبسز مش هيحصل بجرد للإنفكشن ولا حاجة لأن الأبسز ده اللي بتسببه بكتيريا سماس تافيلو كوككس البكتيريا دي مش هيحصل لها سبريد طالما أنت معنا تلاش سبريد هنا بقول مش ما نحقنش الأنسيزيا بتاعتنا جوه الأبسز عشان الأنسيزيا نفسها السائل ده لما بتحقنه هو بيحصل له سبريد سي بياخد البكتيريا معاه ويعمل لها سبريد لكن أنت مجرد ما هتخلع السنة البصل اللي موجود هينزل من السوكت مش هيحصل له سبريد إطلاقاً يحصل سبريد في حالة السيرولايتس مش حالة الأبسز كيف يعرف وزن البكتير عشان أحسب الدوز؟ هي بالنظر يعني لو هو أدلت هيبقى فرنجي من 60 إلى 80 كيلو يعني بالنظر كده فخلاص هبنتكلم في 8 أو 9 كربولات مفيش فيهم مشاكل إنها مش هسأله وزنك قديه وعد بارة وقلم حسب إنما هو رنجي تقريبي لو بيش أنت عنده حاسية حاسية من إيه؟ حاسية من الأنسيزيا؟ حاسية من الأنسيزيا هتوقف طبعاً وهتختار له نوع تاني من الأنسيزيا ما يكونش بيعمل له أليرجي لو أليرجي من اللاتيكس يبقى خلاص هتحاول تجيب الكربول اللي من غير لاتيكس ده بس أنا بصراحة أنا ما شفتهش خالص يعني إنما لو من الأنسيزيا وفي كل أحوال بعد ما هتغير سواء الكربول أو النوع الأنسيزيا هتعمله تست الأنسيزيا بتجيب السرينجة بتاعتك وتحقن حوالي 1 من 10 ملي تحت الجلد في إيده هنا تحت الجلد تدخل النيدل تحت الجلد كده وتحقن نقطتين 3 وتعمل دايرة حوالي منطقة اللي انت حقن فيها بالألم تبسم دايرة كده بالألم وتستنى دقيقتين 3 وتبدأ تبص على إيده لقيت إيده نورمال مفيش مشكلة خلاص يبقى كده ما عندهش حاسية لو لقيت إيده بقى حمرت وبدأت تورم وبدأ يهرش في الحتة اللي انت حقن فيها دي فهو عنده أليرجي البريجنانت تديها أنسيزيا بباطل من السكتور عادي مفيش مشاكل خالص عمل مع البريجنانت كابيشنت عادية من ناحية الأنسيزيا ازاي فرق بين الأبسس والسيولايتس الأبسس لي علامات واضحة الأبسس بيبقى لوكالايز بتبقى منطقة محددة تبقى منطقة انت شايفها تقدر تحدد الكوز المنطقة اللي فيها البس بتقعدها قدامك وبيبقى حواليها رد هلو أو هالة حمرة حوالي الأبسس لو جت لمست الأبسس ده بصبعك البريجنانت مش هيتوجع لكن لو ضغطت على الكوز اللي هي السنة البريجنانت هيتوجع السيولايتس بيبقى سبريد للإنفكشن بيبقى صوفتشو إنفكشن كبير جداً انت مش قادر تحدد بدايته من نهايته في قد المنطقة كلها رد تبقى تندر مجرد ما تلمس اي حتة البريجنانت هيسرخ تبقى دافية لو خطت صبع خالقها هتحس ان المنطقة دي دافية عن بقية السكن بتاع البريجنانت الحساسية احنا قلنا إنها رير جداً حاجة نادرة جداً نادرة الحدوث البشا انت مش هيبقى عارف ولا انت هتبقى عارف الحساسية لو حصل يعني لقدر الله إن واحد جاله على وجه هتديه حاجة أنت يستمنك هتقل الحساسية شوية وتوقف شغل طبعاً لغاية مدنونية بس الموضوع مش مش خطير لدرجة إنه هو يعني يبقى في رعب يعني مجزيلي نيرف يعني مجزيلي نيرف بلوك ولا دكتورة شايماء مجزيلي نيرف بلوك ولا انفلتريشن ولا قصدك إيه بإنجيكشن مجزيلي نيرف حصل ضمبل شيب قديمة أنا مش 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 فاهم هل قصدك مجزيلي نيرف ولا نيرف بإيه بالضبط المانجمينتو في سيولايتس لو عندك حالة فيها سيولايتس بنتديله أنتيبيوتك كفاريج لمدة يوم ونشتاق ماكسموم يوم ونخلق على طول وبعد كي نكمل الكورس بتاع الأنتيبيوتك نتديله أنتيبيوتك ماكسموم لمدة يوم عشان يعمل لي لوكولايزيشن للإنفكشن ده عشان بعد ما أخلع ما يحصلش هنا بقى سبريد للإنفكشن إن السيولايتس بيتكون ببكتيريا اسمها ستريبتو كوكس دي تنتشر بسرعة جدا فلو أنا خلعته وأنا مش عامل كفاريج أو مش عامل لوكولايزيشن للبكتيريا دي هتنتشر فندي أنتيبيوتك يوم قبلها ونخلع وبعد كي نكمل الدوز بعد كي الهايبر تينشن الهيبرتنشن حسب الدرجة بتاعته لو الهيبرتنشن ده ماكسما مية وستين على مية بنتعامل معاه عادي بنقلل البازوكونستريكتور بس يعني دي له كربول او اتنين ببازوكونستريكتور وبعد كده ودود بازوكونستريكتور ممنوع تماما تخديره ممنوع تماما تخديره لكن احنا بس بنخاف من البازوكونستريكتور في حالتين اللي هما الانستابل انجينا والهايبرتنشن ده ما ندلوش بازوكونستريكتور لكن مثلا ما جيش حالة مثلا هايبرتنشن عنده ضغطه مثلا 180 على 120 وتقول لي هشتغله اصلا هو مش هيبقى فايق انك تشتغله هو واحد زي ده جاي بيموت يعني ده حاجة اسمها كريسز مش هيبقى فايق عشان انت هتعمله حاجة بسنانه ده هتلاقيه في المستشفى دي الحالات اللي خلاص عنده أتاك مثلا واحد الحالات اللي هي قريدي اصلا هو مش هيجي لك تشتغله لكن واحد جاي وفايق بتشتغله حتى لو عنده ديزيز ادي له انسيزية بس هتفرق نوع الانسيزية هيفرق في بازوكونستريكتور ولا لا في سؤال عن لو قصدك كده ان في البوث سايدز فهو مش غلط على حياة العيان لكن غلط عشان انت كده البيشنت هيبقى متخدر الناحيتين الطنج هنا نصه هيبقى متخدر والنص هنا يبقى متخدر مش حاسبه ممكن يبلع لسانه فيتخنق ويموت هيبقى قاعد هيعود يعضى على خده من هنا وخده من هنا هيعمله مشاكل هو البيشنت نفسه لكن كانسيزية مش خطر على حياة العيان ايه اللي مرتين في اليوم مش عارف والمدة قد ايه مش عارف بصراحة السؤال انا الكومنتات بتعدي بسرعة ففيه حاجاتها من بلحقش اشوفها احنا بنتدي له 1 جرام لو هنديها قبلها بيوم بنتدي له 1 جرام كل 12 ساعة وقبل ما نشتغله نبدي له 2 جرام وبعين نبدأ نشتغل عادي ده خوف ده واحد خايف ما احنا قمناها دي خلاص طيب بعد ما يبقى فيه اسئلة تانية تظهر لي هرجع بس البيزنتيشن من الاول عشان نعلع الحاجات اللي الناس سأيت عليها ده خلاص اشتغلت ثقاف اشتغلت اشتغلت دكتور أحمد السامولي نحن جاودنا قلنا في حالة الأبسز نحن بنخلع وبعد ما بنخلع نكتب أنتبوتك لو الحالة تستدعي لو الأبسز كان كبير مثلا أو فيه مشكلة كبيرة السيوليتز يجب أن نعطي أنتبوتك قبل ما نشتغل بيوم في بعض البيبرز قالت قبلها بساعة تقدر تدي أنتبوتك وبعد ساعة تشتغل لكن ما ينفعش تشتغل بدون أنتبوتك في دكتورة تقول أنا خدت أنسيزيا قبل كده في المجزلة المرة الوحيدة اللي خدت فيها أناسيزيا فده ممكن يكون المشكلة في الكمية أو نوع الأناسيزيا نفسها هي اللي ممكن تكون فيها مشكلة بالنسبة لك لكن لو أنت خدت أناسيزيا غير دي وما حصلكيش مشاكل غير في المرة دي دي ممكن يكون نتيجة خوف عندك أنت لكن الأناسيزيا نفسها ما تعملش كده وخصوصاً أني قدت إنها مجزلة مجزلري يعني لو هي نيرفي بلوك هقولك ممكن آه لكن مجزلري انفلتريشن ما تعملش التشنوجات أو ما تسببش مشكلة في السنترال نيرفوس سيستمي وحتى مش هتتحقن في بلوت فيزل عشان أقولك إن هي عملت توكسيستي فدخلت لي الأثارت على السنترال نيرفوس سيستمي انفلتريشن ينفع انفلتريشن بس في البيدو ولا لا ينفع انفلتريشن بس في البيدو وخصوصاً لو هو أقل من ست سنين أو لغاية ست سنين انفلتريشن بس كافي جداً أياً كان السنة اللي هتشتغل فيها نيرفي بلوك بنبدأ نديه للأطفال من بعد سبع سنين لأن البوم بيبدأ يبقى مور كومباكت وبدأ المولرز البرمان تطلع الديوريشن بتاعت الإنفرا أوبطال نيرفي بلوك مش هتفرق لو هي إنترا أورال أو إكسرا أورال لأن في النهاية انت دخلت خضرت النيرفي نفسه فالديوريشن مش هيفرق أنسيزيات وهيباتيك إمبيرت بيشن لو واحد عنده مشكلة هيباتيك بنديله أنسيزي عادي جداً ولكن زي ما قلنا الأمايد المشكلة عندي في الأمايد الأمايد زي ما قلنا بيبقى فيه مشكلة مع الليبر فمش هنزيلوا كمية كبيرة من الأنسيزية يعني ماكسمام كربول أو اثنين ما اشتغلش خلاص ما تشتغلوش وهاتوا بعدها بفترة ازيلوا كربول ثاني غير التكنيك بتاعك تعامل بشكل ما بحيث أن ماكسمام كربول أو اثنين يكونوا شغالين لأن كل ما ديته أمايد أكتر كل ما كمية الأنسيزية فضلت في جسمه أكتر لأن مش هيحصل لها متابوليزيش هيحصل لها متابوليزم مزبوط في الوقت المزبوط بتاعي اعمل درينج إمتى اعمل درينج للأبسس ده حسب الأبسس حجمه قد إيه ما كانوا فين السنة دي هيتعمل لها اندو ولا لا يعني لو السنة دي هيتعمل لها اندو يفضل إنك تفتح أكسس تعمل منه درينج وتفتح الأبسس نفسه كمان تكمل درينج عشان يبقى أسرع لو هتخلع ما فيش داعي إنك إمتى تعمل درينج للأبسس لأنه سيبقى كبير كفاية إنه يخرج لبسكول البلتة الإنجيكشن البلتة الإنجيكشن طبعا لما بنحقنه بيقى في رزيستنس عالية جدا لأن البلتة الميكوزة أتاتشد للبون بشكل قوي قوي فعشان تحقل الأنسيزيا ما بين الأتاتشد ميكوزة دي والبلتة البون هيبقى في رزيستنس عالية فبنعمل إيه؟ بندخل بعد الفريجينج بحوالي صنطي تقريبا أو صنطي ونص بنروح في منطقة من الميكوزة طرية شوية تقريبا في التالت الأولاني من البلد يعني لو قسمنا البلد كده نصين يبقى في نص النص الأول في نص الرايت صايد لو أسمنا البلد مصين كده يبقى في نص البلد في الكورنر بتاع البلد دي المنطقة دي بيتقال عليها المصطفليشي إيريا المصطفليشي إيريا يعني ميكوزة فيها طرية شوية فالعنسيس دي هيقدر ممكن يحتلها دفيوجن بشكل أسرع فتبقى البين بتاعها أقل كتير جدا من لو حقنتها في حتة التشت دي جاوبتنا زي قادر أخفف من البين بتاع البلد الإنفلتريشن ازاي يخلع من غير ما بنك؟ محدش قال تخلع من غير ما تبنك طبعا مين قال كده؟ تقصدك في حالة الأبسز؟ لا في حالة الأبسز لو فيه أبسز بنك طبعا بس ما تبنكش جوه الأبسز ما تحقنش جوه الأبسز احقن حوالين الأبسز أودي نيرف بلوك لكن ما تدخلش الأنسيسية بتاعتك أو الإبرة بتاعتك جوه الأبسز نفس uncontrolled diabetic patient في المفروض أصلا ما تشتغلوش جوه لما يبقى controlled ده رقم واحد طب لو فيه حاجة ضرورية تديله анتيبيوتك قبل ما تشتغل وتكمل الدوز بعد ما تشتغل анتيبيوتك قبل ما تشتغل وتكمل الدوز بعد ما تشتغل كبرفولاكتك يبقى عندك دايما مع البيش انت بتوعي ضيابتك حاجة مسكرة جنبك عشان لو بدأ يدوخ يغم عليه بتاعت تديله على طول يتشربوا الحاجة المسكرة صداع تاني يوم بعد الأنسيسية سببه إيه؟ لا دي بصراحة ما أعرفهاش مش عارف صداع تاني يوم بعد الأنسيسية دي ممكن يكون من الشغل نفسه مش من الأنسيسية كان فيه شغل بالكنترا فترة طويلة تكون فتحت بؤك فترة طويلة دكتورة ميوار تكون فتحت بؤك فترة طويلة فالمصر سيحصل فيها فاتيج كده ممكن يكون ده السبب لكن مش من الأنسيسية نفسه اوضح صورة الأنسيسية البلد على صورة للبلد الموضوع ممكن يبقى صعب شوية بس نحاول نجيب صورة للبلد كده معلش ثواني خليكم معي عاديتوا أنها طويلت بس برضو أنا ما عنديش مشكلة لو أنتو زهقتو نقفل بيجيب ايه صورة للبلد آه بيجيب ايه صورة للبلد سواني بس بشوف صورة للبلد عشان أوريكو عليها مكان البلد الانجيكشن شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة الموضوع صعب حالياً فبرضو هنزلها على الجروب برضو في المكان اللي حقن بالزبط فين بتاع البلدها الانجيكشن هبعتها لهم ينزلوها معلش عشان هو مش عارف ألاقيها تلوقتي بس عشان الوقت ايه تاني سؤال ليتي فقط دكتور ما شافش تاني سؤال ليتي هنقول ماكسمام انسيك دوزل الشيلد برضو بتعتمد على وزنه الاول بس نقول الحاجات دي قبل ما انسى المشاكل اللي هنا رقم واحد الدكتور أو الدينتس ما ينفعش يتطش البشنت بأي حلم الأحوال يعني ايه الليفت هاند اللي هي سندة بها على رأسها دي دي كونترا انديكيشن ما ينفعش ايدك تلمس راس العيان بأي حلم الأحوال انت شغال في الأورال كافيتي فكل شغلك على منطقة الأورال كافيتي دي رقم واحد رقم اثنين الأنسيزيا المجزلري أنسيزيا تحديدا انفلتريشن بديها وأنا ومش بهايند البشنت اشلافي فورالبشنت وعاوج راسي بالمنظر ده عشان اقدر ادي الأنسيزيا بتاعته عشان اشوف ودي الأنسيزيا بتاعته ده غلط تاني حاجة النيدل هنا انا شايفها دخلها في نص البلد وطبعا ده غلط والأناسيزيا بتبقى بعد الفريجينج بالمرجن بحوالي صنطي صنطي ونص من السن يعني هي في الجنب بداية في الجنب بداية انها مش في نص البلد بالمنظر ده طيب نتكلم على المكسيمم دولز ازاي حسبها عشان احد يسأل عليها برضو تريعا المكسيمم دولز نتكلم عن المكسيمم دولز ترجمة نيبس مالش اجيب ورا وقلم عشان الموضوع يبقى اسهل اللي عايز يعرف الماكسما ندوس تاني الاوضاع بتختلف بالنسبة للناس اللي شغلين بيدهم الشمال اي وطبعا هو بس العكس يعني برضو في كل الاحوال انا هعمل بدل ما بعمل صبورت بيده الشمال واشتغل باليمين هعمل صبورت باليمين واشتغل بالشمال بس القواعد هي هي طيب نتكلم بس عن الدوز الماكسما دوز ازاي حسبها احنا عندنا دلوقتي الليدوكاين بيجيلك الكربول مكتوب عليه ده الليدوكاين يا جماعة 2% يعني ايه 2% حصل تشنجات مرتين اعرف الدكتور قبلها يغير نوع الانسيزة اللي شغل بيه هيمكن يكون المشكلة في الانسيزة بس لو مكتلري انفلتريشن برضو ما تعملش مشكلة يعني كسنترال نتكلم بس احنا قلنا الليدوكاين اتنين في المية اتنين في المية يعني البودر بتاع الانسيزة انا عندي اللوكا الانسيتك ايجنت ده بودر اتنين جرام متخففين في ميت ميلي لتر فلوود بتاعي اللي بشوفه جوه الكربول ده اتنين جرام متخففين في ميت ميلي لتر ميت ميلي لتر ده رقم كبير يعني حجم كبير مش قليل انا مش عايزة اتعامل بالجرام دول اتنين جرام في ميت ميلي لتر انا عايزة اتعامل بالميلي جرام عايزة حاولهم لميلي جرام يبقى 2 جرام يبقوا 2000 ميلي جرام يبقى دول 2000 ميلي جرام في 100 ميلي لتر حلوة كده يبقى 100 ميلي لتر من السائل كتير جدا دول محطوط فيهم 2000 ميلي جرام من البوتر تمام طيب أنا الوقت عندي بيشانت الليدو كايين الأول قال لك أن المكسلم دوس بتاعته هي 4 و 4 من 10 ميلي جرام لكل كيلو يعني الكيلو الواحد في البني آدم ده 대박 ما يستحملش اكتر من 4 و 4 من 10 ميلي جرام بودر بودر مش سائل بودر طب أنا عايز أعرف 70 كيلو يستحمل قد ايه هفضرب 74 و 4 من 10 في 70 كيلو يطلع 308 ميلي جرام يبقى البني آدم اللي قدامي ده هو 70 كيلو ده هو يستحمل 308 ميلي جرام بودر طب أنا مش هحاقله بودر أنا هحاقله سائل طب عايز أعرف السائل بودر 308 دول هحوطهم في سائل قد ايه طب احنا عندنا ان الالفين ملي جرام بودر محطوطين في مية ملي لتر سائل يبقى 308 ملي جرام بودر يتحطوا في كام ملي لتر سائل هنضرب طرفين في وسطين يبقى 308 في مية على الفين يطلع لنا كام تقريبا على ما اتذكر كان 15.4 ملي لتر سائل يبقى في الاخر الرجل ده هو اللي قدامي هيتحمل 15.4 من 10 ملي لتر من الانسيزية بتاعتي المحلول بتاعي 15.4 من 10 ملي لتر دول كام كربول يا جماعة عشان نعرف لازم نعرف الكربول في قد الكربول الواحد في 1.8 من 10 ملي لتر يعني الكربول اللي بنحقنه ده هو في 1.8 ملي لتر يبقى 15.4 من 10 دول كام كربول نقسم على 1.8 من 10 يطلع لنا حوالي 8 وشوية على ما اتذكر ماشي ايه التدبير اللي يتعامل في حالة النقبل مريض السكر مريض السكر لو حصل له لو حصل له مشكلة اول حاجة لو بدأ بس يدوخي دروه كده ادي له حاجة مسكرة على طول عصير او مية بسكر وما يديش شوكولاتة عشان نحدش بقى البنات تحطين شوكولاتات في عياتهم تقوم يديه للعيان شوكولاتة على طول لا طبعا الشوكولاتة على ما تدوب وتوصل للجسم والدنيا دي هيكون لعيان فرفر هيكون لعيان مات فمية بسكر او عصير دول اصرح حاجة واامن حاجة ايه انسب انواع الانسيزيا ما فيش حاجة اسمها انسب انواع الانسيزيا هي الانسيزيا احنا شغالين بالليدو كايين والارتكايين دول في شغلنا العادي لكن في حالات تستدع نحن نستخدم انواع تانية فانت لازم تبقى عارف الانواع وعارف كل حاجة بتستخدم في ايه ماتا نضطر نستعمل تخدير من خارج الفم طول القبر غالبا انتخدير من خارج الفم ده منستخدمهش غلة والبشت مش قدر يفتح بقه يعني لو عندي مشكلة ان البيشت يعني انا مثلا هدي انفراوربطال نيرف بلوك اللي خليني اديه اكستراورال وانا اقدر اديه انتراورال اللي لو عندي ابسس كبير عندي مشكلة حتى لو بيشت مش قدر يفتح بقه هقدر اديه هنا لكن لو في ابسس كبير في المنطقة دي مش هقدر احقن الانتراورال من جوه انما في الغالب كل شغل انتراورال يعني ما بديش اكستراورال دي الا في حالات ندرة جدا لو في حاجة تمنعني من الحق الإنتراور مرة في المجزلة ومرة في المندبو خاص عرف الدكتور يغير لك نوع الأناسيزية وشوف هيحصل مشكلة تانية ولا لأ الميت ميلي دول السائل اللي بيتحل فيهم أو يتخفف فيهم الليدوكاين الليدوكاين ده البودر الميت ميلي لتر دول دول السائل المية المؤطرة اللي بيتحل فيهم أو يتخفف زي الأنت بيقيت كده ما بييجي مش بيجي بودر المادة الفعالة ومعها مية مؤطرة يتخفف بيها هي نفس الفكرة الأناسيزية عبارة عن كده الأناسيزية عبارة عن مادة على بودر وبتتخفف فيه سائل أو مية مؤطرة المية المؤطرة دي هي الميت ميلي لتر اللي تخفف فيهم الألفين ميلي جرام لو بيش أنت جاي بتيومر هتدي له الأناسيزية في التيومر نفسه ولا حوالي زي الأبسط لا تيومر نحن نتكلم في موضوع كبير تيومر ده جاي يشيل تيومر يعني عندك ما هو تيومر ده هتشيله له في المستشفى مش هتشيله في عيادة وهياخد جينرال الأناسيزية مش لك الأناسيزية أصلا فكلمة تيومر دي حاجة كبيرة لكن لو عندي مثلا بريئيبكا الجرانيلومة مثلا بريئيبكا الجرانيلومة ما فيش فيها مشكلة أنه نحقن بريئيبكا الجرانيلومة دي بتبقى حوالين كده كده ما تبقاش بقاش فيها انفكشن جوه ما تبقاش فيها بكتيريا جوه أنها بتبقى ورعا جزء من الصوف تيشو فهي فكرة أنه أنا محقنش في أبسز عشان البكتيريا ما يحصلهاش سبريد وعشان الأسيديك ميديا لكن لو صوف تيشو إيريا منطقة فيها صوف تيشو وأعتقد أن ده أصدق يعني أي منطقة فيها صوف تيشو واحقن فيها الأناسيزية ما فيش مشكلة طمام ما فيش انفكشن هيحصل له سبريد وطالما مش أسيديك ميديا في الأناسيزية هتشتغل عادي ده دكتور محمد أبو زيد إذا كانت نوبة مريض السكر نتيجة اتفاع السكر في الدم بسبب استخدام التقدير الموضوعي مع الأدنى ليه طيب هو السكر في الدم ما بيعلاش بسبب الأدنىين أو الفازوكونيستريكتور ولا حاجة لكن لو المريض السكر ده بدأ يحصل له كومة الكومة دي انت ما تبقاش عارف هي نتيجة هايبوجليسيميا ولا هايبرجليسيميا ولكن احنا عارفين أن الهايبوجليسيميا أخطر كتير جداً من الهايبرجليسيميا ففي الحالة دي انت ما تعرفش هتقوم يديله مياه بسكر على طول طلع نتيجة هايبوجليسيميا هيبدأ يفوقه ويبقى كويس نتيجة هايبرجليسيميا كده كده مش هيبقى فيها خطر وكده كده هيفوق لوحده بعد شوية لما يبدأ السكر الزيادة ده يبدأ الجسم يتعامل معي ففي كل الأحوالي انت بتدينه مياه بسكر أقوى عصير لو هو هايبرجليسيميا أو هو هايبرجليسيميا لانت ما بتبقاش عارف أصلا في الأول للكمه نتيجة إيه ده لو نتيجة الأنسيزية بتاعتي يعني لو أنا حققت في البروتة جيلاند فعمل باريليسي فيشيال نيرف ولا إيه السبب لو هو نتيجة الأنسيزية بتاعتي فإحنا قلنا مجرد ما في وقت الأنسيزية هيروح الباريليس ده هيروح والدنيا هتبقى كويسة عادي جدا أفهم البيشن بس فكرة كلها إن قدر أعمل منيج منتي للبيشن مش للحق ايه سؤال مش فهمه بصراحة لو أعملها جرحية جبيرة ولو بعمل مثلا ده أنت بتشرح ومش بتسأل آه طبعا أنا بستخدمها في حالات الإنفكشن مثلا أو لو حالة مثلا لور سيكس وبادل ديستراكتد وهتاخد مني وقت وفيه إنفكشن تحتها فأنا كده كده بدي جوجة تكنيك وبعد كده بزود بإنتراليجامينتري هستفيد حكتم الإنتراليجامينتري أولا الفازوكونستيكتر اللي في الأنسيزية هيقلل لي البلود سابلاي اللي في الإيريا دي فيقلل لي البليدينج وأنا شغال الحاجة التانية أنه هيوصل للبلب أو للإيبكس بسهولة أكتر من النيرف بلوك عشان النيرف بلوك ممكن إنفكشن يوقفه ممكن أسيديك ميديا توقفه ممكن يحصل أي مشكلة توقف الأنسيزية أنها توصل للبلب لكن الإنتراليجامينتري هيوصل هيوصل للبلب فبيسهل للدنيا كتير جدا كورس المضاد للحياة بيكون إزاي وكام يوم ده حسب الحالة لوحنا بنتكلم عن السيلوليتس فإحنا بنتديله الأنتراليج زي ما قلنا قبلها بيوم أو مينموم أقل حاجة قبل ما اشتغل بساعة 2 جرام وبعدين اشتغل وبعد كده بكمل الكورس بتاعي من ثلاثة أيام لخمسة أيام ماكسوم أسلوح حسب الكيس بتاعتي إيه وحسب أنا مديله إيه حسب البيشنت وضعه إيه وجسمه إيه يعني فيه عامل كتير بتفرق فيه الدوز بتاعة الأنتيبيوتك لو المريض أصلا بيلز بولسي لو هو أصلا عنده فشيال نيرف براليسيز أنا بتعامل عادة ما يشدعه بالفشيال نيرف أصلا السؤال بتاعي هتعامل زي مع الفشيال نيرف براليسيز لو هو البشنت كده أنا أصلا وأنا شغال ما ليش علاقة بالفشيال نيرف أنا بيقضى الانفيرو ألبلر ده برانش تاني في المانديبولر ما ليش علاقة أصلا كده كده ما بروحش نحية الفشيال نيرف بيه ما هو إحنا قلنا لو هيبر ثيرويدزم أنا ما ينفعش أدي له أناسيزيا ويز فازو كونستريكتور لأنه يحصل له ثيرويد كرايسيز الثيرويد كرايسيز ده محتاج أنك توديه على المستشفى أنت ما ينفعش تتعامل معاه أصلا لو ديته أناسيزيا ويز فازو كونستريكتور وبدأ يحصل له مشاكل وهو في العيادة عندك تطلب الإسعاف دايريكت عاصوله عشان تودي المستشفى لأن ده بيش أنت محتاج أكسوجين ومحتاج تعامل مختلف مش هيبقى عندك في العيادة الوضاعات الصحية الدكتور هو بيدي الأنسيزيا لو الانفلتراتي يبقى إن فرونتوب زابيشنت لو بيدي مازلل م hesitate ما ينفع شعر لا يقل إنتبغ بيشنت لو بيدي أنتبغ بالرء آنسيزيا أنتبغ بيشن، لو بيدي لل الخطية عندك olarak ينفع أصلاح الأنسيزيا يبقى ينفع أصلاح الأنسيزيا وجه coworkimal إذا ع tod expired تطلب إيديه إيدي الأنسيزيا و bracket في أي أصلاح الصور بيضع كراوز من خطيه يستمع بيشنيكتوري مغparkاقل أصلاح الأنسيزيا والbil radio او يلف ورا البيشنت ويأخذ الاندو مارك من ورا البيشنت بايده الشمال زي الحركة الصورة دي كانت معمولة في الصورة اللي الدكتورة كيتعملها بس ما بقاش من فوق رأس البيشنت كده من وراه من غير ملمسه جلس لنا بعمل أخذ الاندو مارك بتاعتي ودخل الميديا بتاعتي اه دي ممكن يكون حصل لها فازو في جلدتك فعلا اه موضوع الانترا لجامنتري ممكن يعمل دراي سوكيت ولا لأ اه دي حتة جميلة هو الانترا لجامنتري تيكنيك بعض البيبرز بيبر يمكن او اتنين اتكلموا على موضوع دراي سوكيت مع الانترا لجامنتري قالوا انه ممكن يحصل في بعض الحالات دراي سوكيت بعد الانترا لجامنتري تيكنيك ده نتيجة ان الانسيزيا بتاعتي بتدخل على السوكيت ديريكت انا بحقنها في البردونتا اللي جامنتي سبيس والتالي بعد ما بخلع اصبح ده كله سوكيت فالانسيزيا اللي انا حقنتها جات في السوكيت قال ليت البلد سبلاي او البلد اللي انا محتاجه يدخل جوه السوكيت عشان يقفل ويعمل هيلينج فبعض الناس قالوا بيعمل دراي سوكيت بس الغالبية قالوا ملوش تأثير في موضوع دراي سوكيت لانهو قريدي كده كده الانسيزيا مفعولها كله بيروح في خلال ساعة ساعة ونصف فبيكون لسه عملية الهيلينج شغالة فمش هيأثر على الهيلينج او يعمل دراي سوكيت بس للامانة في بعض البيبرز قالت بيعمل دراي سوكيت ايه كده يعني احنا بقلنا ساعتين وشوي انا مشكل جدا ليكو والناس اللي نظموا المؤتمر ده وسعيد ان انا مشارك في حاجة جميلة زي كده مع سادزتي ووسط ناس كبيرة زي في المؤتمر ايه شكرا جدا ليكم واتمنى انتم تكونوا استفدتم من محاضرة ان شاء الله شكرا